الأولاد في العالم كله في دراسات بتقول إنه الدور اللوائية بيتعرضوا لأربع نواع من الإساءة الضرب والشتب والتحقير والتهرج الجنسي فشعرت إنه المنظومة ما هي سليمة يعني تربية الأبناء في دور الإيتام ما في أبو ما في أم ما في خالة في فراغ في فراغ عاطفي كبير عند هذه الفئة وأنا أعتقد إنه دورنا في المجتمع إنه نحن نحب بهذا الفراغ والفراغ ده بنعكس إيجابيا علينا نحن خليني أشوف لك رسالة يقول صدقني أنا ابنك اللي ما خلفته أنا ابنك اللي ما خلفته وأنا من إيدك اليمين لإيدك اليساء ومن نية حياتي أكون فعلا قريب منك وأخدمك وأكون سندك بالدنيا صدقني مو ناقصني بهذا الحياة إلا أني أحس إنه عندي أب شيء مو ناقص ولا شيء مو ناقصني في هذه الحياة إلا أنه عندي أب يحتاجني مثل ما أحتاجه ويهتم فيني مثل ما أهتم فيه أصدقاء مربع رائعين السلام عليكم أنا حاتم النجار وهذا مربع من ثماني ضيفنا اليوم يمثل الحلقات المحببة إلى قلبي جدا الضيف اللي عنده تجربة شخصية ثرية وجاء جلس معنا وقال لها بكامل الشفافية والصدق تجربة الضيف أيضا إنسانية فهذا أيضا خلاني أعشق هذه الحلقة أكثر من معناه أصلا ممسوط أنها تجربة شخصية مهندس حسين بحري رجل أعمال يعمل في مجال غريب جدا بالنسبة لنا جميعا يعمل في إنتاج أمهات الدواجن من أول ما تخرج من الجامعة كمهندس زراعي إلى الآن بعد حوالي خمسين سنة وهو يعمل في نفس المجال في نفس القطاع وأسس إمبراطورية كبرى شركة ضخمة جدا تنتج مئة وخمسين مليون صوص سنويا معظم البيض اللي موجود في بيتي وبيتك بدأ من شركة مهندس حسين مهندس حسين بحراوي له اهتمام أيضا في العمل الخيري أسس جمعية خيري اسمها جمعية الوداد جمعية الوداد تعنى وتهتم بالأطفال المجهولي الأبوين هذه قضية مهندس حسين الأساسية بالرغم من فخامة حجم العمل لديه ولكن كل كلامه وكل لقاءاته وكل اهتمامه وكل الإعداد اللي كنت جالت فيه معاه كان دائما يقول لحاتم أنا ما بغت لا أتكلم عن حياتي أنا بغت لا أتكلم عن قضية مجهولي الأبوين قضية رسخ جزء كبير من وقته ومصادره وحياته لأجلها فأبغت أتكلم معاه عن هذه القضية ليش أهتم فيها وكيف أسس عمل خيري مؤسسي مستدام يرأى هذه الفئة ويخدم مصالحهم أسس بعدها أيضا جمعية إخوانكم للأيتام الكبار فجمعية الودال تهتم بالأطفال الصغار اللي لقى منظومة متكاملة تسعى لاحتضانهم ليلغي دور الرعاية أبو هنس حسين مؤمن أن دور الرعاية يجب أن تغلق كلها أي طفل محتضل يجب أن يكون فيه منزل وليس فيه دار رعاية وبيتكلم عن هذه الفلسفة طيب ماذا عن الأطفال الكبار أو الأيتام الكبار فأسس لهم جمعية إخوانكم اللي تؤاخي بين الرجال والنساء فاعلين في المجتمع وناجحين وبين هذول الأيتام الذين يفتقدون نموذج الأم والأب في حياتهم لا تجربة ثرية جدا سواء في العمل وفي الحياة وفي العمل الخير ومتأكد أن هذه الحلقة ستعجبكم وسيكون رحلة شيقة ولطيفة جدا في حياة مهندسة حسب أهل تمنى أن أجبكم هذا اللقاء استمتعوا يا رفاق عم حسين أول مرة أضيف يجي ومعه إعداد اللقاء والله أنا دائم ليه في ورقة عم حب الإعداد وبالذات العلام أنا أعتقد أن الإنسان عشان ينجح في أي لقاء أنه يكون فيه إعداد جيد للقاء ويتوقع الأسئلة التي بتجيله وأحيانا أنا عدي الأسئلة يعني أنا عندي تجربة مرة في الأمارات تسوي معي لقاء فكتبت أنا الأسئلة وكتبت الأجوبة وعطيتها المذيع ومن ضمن الأجوبة أقول له هذا السؤال ذكي وأنا لاحظت السؤال هو قاعد يضحك عجيب لا لا إحنا يعني أكيد أنه ما نسوي زي تجربة تلفزيون يعني نبغاك تكون مرتاح وتحكينا إن شاء الله بس أنا لاحظت فيك ما شاء الله تبارك الله النظام يعني لما جيتك في المكتب كان في ورقة جنبي مكتوب فيها جدول اليوم ولقيت اسمك إلى ساعة ثلاثة ونص حاتم النجار بودكاست مربح حواري كمكتوب فاشتر النظام عندك أعتقد هذا واحد من أسباب نجاحي يعني النظام هو إنك أنت تكون عندك أداة جيد ليومك لسبوعك لشهرك التخطيط أعتقد واحد من أهم عوامل نجاحي أنا كرجل عمال وحتى نجاحي في العمل الاجتماعي إنه يكون عندك خطة أو خطة عمل والخطة العمل دي كمان مبنية على تايم فريم ومبنية على حسن استغلال الوقت يعني اليوم الوقت هذا راح الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك فإذا ما يكون عندك حسن استغلال وكمان أنا أعتقد فيه شغلة مهمة وممكن هذا سر أقول لك هو اليوم إنه أنا عندي وسيلة في المكتب إذا الضيف يعني جلس وقت أطول من وقته فعندي جلس متصل بالسكرتاري عند رجل فأضغط الجلس يجي السكرتير ينبه الضيف طبعا لأنه عندي اجتماع بعد وعندي شغل فيقول لي والله فيه واحد بره بنتظرك أو لا تنسى فطبعا أنا إيش أقول أقول له ثلاث دقائب فالضيف يستدرك طبعا أكيد الضيف ذكي إنه أنا حددت لك ثلاث دقائب خلاص يعني يعني باقي في لقاء أنا ثلاث دقائق أو خمسة دقائق حتى من حسب المواضيع اللي ما ناقشناها أو أقول له أديني نص ساعة يعني خلي الأخ فبالتالي هذا التصرف بيساعدني في ضبط الوقت واستثمار الوقت يعني حسن استثمار الوقت لأنه واحد من المشاكل الوقت المجملات هذه صحيح وأنا الحقيقة عندي كثير من الأصدقاء وبالتالي يعني اليوم وأنا جايك جاءني كابتن متقاعد يبقى يشرب القهوة عندي يسعدني هذا الشيء الحقيقة أنا ما الضائم كثير يسعدني يعني كوني أنا في بال إنسان يترك بيته ويجيك عشان يشرب نجل قهوة وخصة للتقاعد يعني أنا أتكلم كمان هذا واجب علينا نحن يعني نرحب بالناس هذول نسمع منا وإذا عنده مشكلة حلة بس أحيانا بتتعارض مع ظروف عملي بس مع ذلك أشوف أنك ما شاء الله مره اجتماعي فعندك الجمعات الدورية التي تحضرها صحيح فهل أنت خلاص مخصص هذا الوقت للجمعات الحياة الاجتماعية والباقي شغل لا أنا في المساء اجتماعيات يعني أنا برنامج اليومية عن ذلك المكتب عشرة ما أقابل أي أحد اللي بعض صلاة الظهر فمن عشرة إلى 12 ونص أخلص كل الأعمال الورقية اللي عندي أو الشغل البزنس وبعد صلاة الظهر يعني من واحدة أبدأ يكون عندي المقابلات سواء اجتماعات عمل أو مقابلات أخرى أو زوم لأن كمان يعني عندنا كثير من اجتماعات صارت بزوم فهذا كله بيتم في في البعد الورق الين أربع أربع طلع البيع وتغدى وقفلنا الشغل تماما الشغل خلاص تقريبا وهذا كان دائما يعني لجدولك أو للآن لا جدولي دائما طبعا يعني أعتقد من عشر سنين هذا الجدول نعم وتغدى أربع ونص بعدين أنا أنا من مبدع خلي يومك يومين النومة هذه تديك خليك فرش تقوم صار عندك يوم جديد يقول خلي يومك يومين أنك تنام بعض الضور نص ساعة ساعة فتبدأ كأنك دوبك صحي من النوم فصار عندك اليوم يقول خلي يومك يومين هذه الطريقة حتى ترى في أمريكا بدوا يستخدموه يعني خلي يومك يومين وبعدين أجلس في البيت من المغرب للعشاء مع زوجتي يعني وبعدين من بعض الأشياء أتشغل هذه الدشر المنظمة وهذا الترتيب تشعر يعني تشعر أنه له أثر إيجابي على نفسيتك سلامتك الحياة الأبدنية والنفسية أنا أنا عارف عارف برنامجي اليومي عارف حياتي وحتى الناس بدأوا يدركوا يعني أنا مثلا كنت لما نجوني ضيوف وخاصة للأهلية أجاملهم بعد الغداء وأجلس معاهم وداء الأحساب صاروا هم عارفين أنه أنا بعد الغداء أطلع هنا خلاص يعني بديت أنت يعني تسوي منظومة الناس تستوعبها ما في حراج يعني أنا بعد الغداء أستاذ من الكل حتى في بيتي أسمحوا لي واخدوا راحتكم وأطلع هنا أعجي يعني والله أنت أسطورتي الآن لا أسطورة متعبة ها جميل والله العمل حتى يعني أنت ما شاء الله كل جوانب حياتك فيها نوع من الدهشة والغرابة فالعمل اللي أنت تعمله بالنسبة لي أول مرة أسمع عنه في حياتي فأكيني أنت لقيت البيضة اللي تجيب ذهب لا هو يعني أنا درست زراعة يعني أنا أساسا دارس زراعة وبالتالي طبيعة عملي امتداد لتخصصي يعني مو أنه والله أنا مهندس مثلا معماري واندخلت في صنعة الدواج لا يعني هذا الشيء أنا درسته وما رسته أنا صغير يعني أنا أتذكر وأمري عشرة سنين كان عندي دجاج كنت أبيع البيض لأمي فبالتالي يعني شغلة الدجاج بدأت معايا من يوم أنا في 12 سنة 13 سنة وبالتالي لما درست زراعة يعني عجبني المجال وأول ما بديت اشتغل في الخرج في قرية في قرى الخرج اسمها السهبة اشتغلت عامل عامل حضيرة الدجاج يعني ما اشتغلت والله مدير من أول وأنا جامع بس عشان أتعلم بالرغم أنه أنا درست في الجامعة لكن طبعا الدراسة الشي والواقع الشي وهذا الوظيفة التي تركت لأجلها للبلدية مصبوط طب ليش ما اشتغلت في البلدية ما ارتحت ما ارتحت يعني جيت بالعكس أنا جيت يعني أنا اليوم نحنا لتخرجنا تقريبا 120 طالب في الدفع حقتنا فتوزعوا على عنحاء المملكة طبعا في ناس راحوا الجزان في ناس راحوا الشمال فلما نجيك تعيينك في جدة تعتبر ميزة ميزة كبيرة يعني فأنا من حص الحظ ذاك الوقت أنه جاء تعييني في جدة وجدة طبعا مدينة الناس مرغوبة جدة والرياضة الشرقية الدمام هذه المناطق المرغوبة في العمل لكن ما ارتحت يعني ستة شهور اللي قعدت في البلدية شعرت أنه أنا يعني ما ما ليلاقي نفسي ما ليلاقي كنت مسؤولا عن الحدايا وكان ما في منية تحتية للهدايا يعني تكلمت مع أتذكر كان الأخ بركات باجنيد هو نائب المهندس محمد سعيد فارسي أنه يا أخي نحنا بنسوي عمل ما هو ما هو علمي ولا صحيح يعني أنا أزرع مثلا شارك ما في ممويا طيب كيف بعد الأسبوع حي موت ولا أجيب واي تسقي هذا كلام مو صحيح يعني خلينا نبني إذن نبني نسوي زراعة نشتغل صح نبني بنية تحتية للحدائق وللشوارع يكون فيه ري بالتنقيط يكون فيه وبعدا نزرع الشارع يبدو أنه ظروفهم ما كانت تسبح يعني كان مطلوب مننا ما يخضروا الدنيا بس بدون بنية تحتية وبالتالي كان العمل أنا في رأيي كان عمل غير منظم غير ممنهج وغير علمي فوجدت أنه أنا فوادي هم فوادي فقدمت استقراضي ورحت الجوف لا أنا كنت وأنا طالب سويت دراسة كان مطلوب مننا بحث إداري فسويت بحث إداري عن الشركة هذه اللي هي قيدة التأسيس من الشركة السعودية للتنمية الزراعية ساتكو كانوا بيسووا مشروع إنتاج بيض في الخرج فلما هنا قفلت معايا اتصلت بالمدير العام كنت كان هو عرض علي أو أنه أشتغل معا قبل ما أشتغل بلدية لكن عرض علي راتب 1800 ريال البلدية وهذا في الخرج وفي قرية يعني مفروض يعطيني أقل 3000 أو 4000 وهنا في جدة كان راتب تقريبا 1000 ريال أو شو فلما ما عجبني الحال اتصلت بالمدير العام وقلت له مفتوحة قال لي ما زالت بس أكد عليه بنفس الراتب لأنه أنا كان اختلافي معا على الراتب قلت له أوكي ممسعد فرحت للخرج وعينني مراقب حضير الدواجن مراقب عامل يعني اجمع البيض وأشوف الدجاج وتعلمت بس كان خدمني الحقيقة خدمني خدمة كبيرة تعلمت صناعة الدواجن من الصفر وبعدها اشتغلت في دلة كم سنة بعدين اسست العمات ايوه بعدين انا بعد اشتغلت مرحلتين في الشركة دي مرحلة سنة ثم هم اسسوا شركة جديدة اسمها دواجن السعودية نفس العمل اللي انا الحالية بيشتغل فيه لو انتاز صوس وعينوني فيها مساعد مديران وبعدين بعد خمس سنين جايني تصال من مكتب الشيخ صالح كامل ما استقرأ بتعني ايش بوه الشيخ صالح قالوا الشيخ صالح يبقابلك فقالوا والله نسمعنا عناك وما نعرف وانا باك تشتغل معنا طيب قالوا يعني اذا ما عندك معنا انا رسل لك عرض ارسلوا لي عرض انا كارات بخمسة الاف ارسلوا لعرض بخمسين الف شهريا ايو صرت كده اقوم ما ترتدو حال نفس فروحت لمدير الشركة اللبناني كان وكان شريك اللي كنت فيه وصديقي اسمه موسى فريجي فوردت العرض قال لي قلت له واش رأي قال لي من أمس تروح مودح فاشتغلت في دلة خمسة سنة بس خمسين الف كان يعني كنت مدير المصرع بس ايش كانت المهمة اللي مطلوبة كنت مدير عام دلة زراعية كان عندي الشخص صالح رؤيا انه استثمروا في الزراع على مستوى العالم انه يفتحوا خط للمجال الزراعي على مستوى العالم وسوينا مشروع في اليمن وسوينا مشروع في مصر فكان هذا توجه الشيخ صالح اشتغلت خمسة سنوات مع الشيخ صالح بس هنا انت رأت بك خمسين الف ومرتاح ايش اللي خليك تطلع تأسس شركة في ذاك الوقت كان طموحي انا في دلة انه سيرت بمئة الف يعني يعني هذا كان كل اقصى طموح قلت خمسين الف اصرفة خمسين الف وفرة بس اليوم كنت في اليمن في فندق شيرته وصنع اليمن في ذاك اليوم طبعا في اليمن انت تشتغل في النهار وفي المساء فاضي ما عندك شي تسوي كان عمري وصل ذاك اليوم عمري خمسة وثلين سال فقعدت بيني بنفسي يفكر قلت اذا ما استقلت اليوم ما حستقيت خلاص انت تصير عبد للوظيفة وتصير مسؤولياتك تكبر وارتباطاتك وتصير عندك خوض فقه عندي ورق مسطر كذا ابوك يعني كتبت استقالتي الشيخ صالح في خط يدي ونزعج الشيخ صالح حتى يعني عتب علي قال لي يعني فيه الرأي قلت له عيب علي انه انا اتركك لانه علاقة كانت فيه كثير من الحب يعني بيني بين الشيخ صالح واعيلة بيت كامل فقلت له عيب علي ابو عبدالله انه انا اتركك اشان خمسة الاف ولا عشر الاف زيادة لكن انا قررت انه ابدأ شغل خاص بي فمن هناك بدأت امات هناك بدأت امات طبعا بداية كانت صعبة صعبة جدا لكن الحمد لله يعني كانت بداية صعبة وقاسية ترى نحن في العالم الخارجي ما نفهم اول شي ما توقع فيه احد يعرف امات اصلا الا طبعا الناس المتخصين في المجال لانها طبيعة تعملها بيتو بي او بين الشركات الكبرى بس كل واحد فينا اكل اكل دجاج او بيض من عندكم فقل لي امات كذا اولا خليني اعطيك فكرة عن صناعة الدواجن صناعة الدواجن صار الصناعة مؤقدة جدا وصار الصناعة متطورة جدا وليش تحولت من زراعة الى صناعة يعني دخلت الدواجن في مفهوم الصناعة لانه صار مسيطر عليها اكثر من الزراعة ليش يعني مثلا الفقاسة انا عندي بتحط انا عندي الفقاسة فيها ثلاثة مليون بيضة تصور انت لو تفقص البيضة كل دجاجة تقعد على ستة بيضات معناتهم مشكلة كبيرة فبالتالي هنا صار في تقصنية فصار في مكانات المكينة عندي تشيل تسعين ارى بيضة فتخلت الدواجن في علم صناعة الدواجن وصارت العملية في محاورها مسيطر عليها الامهات هو انك انت تجيب الامهات طبعا تسلسل في صناعة الدواجن ابدأ من شي اسم العروق العروق هي الشركات اللي تسوي الابحاث لانتاج سلالة بمواصفات معينة يعني مثلا لو دجاجة بيض الدجاجة يكون فيها خمسة مزايا استلاك العلف قليل البيض مقاوم للكسر لانه البيضة لو انشرخت في الطبق انت ما تشتري الطبق واحدة بيضة شايف 29 بيضة ضربتها واحدة بيضة خربت الباق فالعالي تكون البيضة مقاومة للكسر الدجاجة تكون مقاومة لأمراض يعني تكون يعني قادر ان تتحمل ظروف صعبة استلاك العلف قليل هذه العوامل تخلي الدجاجة مرغوبة أكثر من غيرها فهم يشتغلوا بحثيا على هذا هم العروق يبيعوا لشركات اسمها الجذود الجذود تبيع انتاجها للأمهات والأمهات تبيع انتاجها للتجاري اللي هو الرجل المزارع اللي يربي التجاري فنحن جايين في مرحلة الأمهات الأمهات إيش بنسوي نستورد نحن الديوق عمر يوم والإناث عمر يوم من ألمانيا أوكي ربيهم عندنا إلين مرحلة البلوغ الجنسي نزاوج بين الديوق والفراح بتقنية معينة ويصير كل ديك عنده عشرة زوجات اللي عشرة الجاجات والبيض اللي يطلع بيض ملقح بيض قابل للتفريخ يعني بيض يطلع كتكوت مش بيض أكل فهذا البيض البيض تكلفنا أنا رياله شوية فالبيض اللي تطلع من الأم بيض التفريخ وليست بيض الأكل نحط البيض في الفقاسات يطلع بعد 21 يوم كتاكيت أو صيصان وبعدين نحن في حالتنا في مشروعنا نفرز الديوق عن الإناث ونبيع فقط الإناث لمزارعين اللي ينتجوا بيض أكل لأنه البيض الأكل تنتجوا الدجاجة بدون الحاجة لديك فهو ما يبغى الديك فنحن يعني فقط نبيع للمزارعين عمر يوم الكتكوت أو الصوص عمر يوم للمزارعين مثلا الفقيه القاضي الوطنية طبعا بكميات كبيرة يعني مثلا الفقيه ياخد مننا مليون ومئتين ألف صوص في السنة القاضي ياخد مليون وستمئة ألف صوص في السنة الوطنية ياخدوا مليون ومئتين فنبيعهم الكميات هذه بعمر يوم لهم يربوها وإنتجوا بيض الأكل وأنت في حياتك من يوم ما رحت الجوف الخرج من يوم ما رحت الخرج إلى اليوم وهذا عملك هذا عملك ما خرجت من هذا العمل وصرت متعمق فيه يعني أنا مثلا سنويا أسافر ثلاثة أيام لشركة لهم يدون محاضرات ما هو الجديد في صناعة الدواجن فبالتالي أنا صار عندي عمق يعني جيد في هذه الصناعة وطبعا متخصص فيها يعني لما تكلم أنا ثلاثين سنة أشتغل فيها ومرت بتجارب فيها فصار عندي في مجال وتوسعته ما شاء الله حتى جغرافيا نعم نحن مشروع عندنا الآن سوينا مشروع في مصر وسوينا مشروع في السودان وسوينا مشروع في الأمارات آخر مشروع مشروع الأمارات وإنتاجكم السنوي أنا تفاجأت ما شاء الله من الرقم نحن أنت حوالي 130 إلى 150 مليون صوص في السنة يعني معظم البيض اللي ناكله في ممكن الأحلام العربي جاي من عندكم أتوقع في المناطق اللي نحن ننتج مثلا نحن سوق الأمارات عندنا أكثر من 90% من السوق ما شاء الله أكثر من 90% من سوق الأمارات حقنا وبالتالي نحن الوحيدين في الأمارات الحقيقة ما في غيرنا اللي بيجينا بيجي الأمارات يجي مستورد يعني يا من الهند أو من أوروبا لكن نحن الوحيدين اللي بننتج في الأمارات ونحن كمان بنصدر من الأمارات لعمان وحيانا للكويت يعني بعض الدول ونحن في السعودية نغطي كل الخليج واليمن كمان هذا يعني أحس أنك انتقلت من مرحلة عندك عمل تجاري تبيع أشياء إلى الأمن الغذائي لا أنا ما أسمي عمل تجاري ونحن نشغالين عمل زراعي وعمل مرتبط بالأمن الغذائي طبعا أكيد ما تحسن كان عندنا الوزير من ثلاثة شهور وزير البيئة والزراعة الأخ دم حسن الفضلي الحقيقة يعني سونا كان معجب بالعمل وكان معانا الوكيل فقال له مثل هذه المشاريع تشجعوها فشوفوا إيش يحتاجوا أراضي أو أي شيء جاكم المصنع الوزير جانوا المهان كل الوزر جون وروشتوا لا ما دخلوا المزارة لكن الوزير اللي قبله الدكتور فهد بلغنيم حب يشوف العملية الانتاجية فكلمته قبل ما يجي بأسبوع قلت له أبو خالد ترى في إجراءات قل لي إيش هي الإجراءات قلت له والله لازم تتحمى وتغير ملابسك وتتحمى وتلبس ملابس محقمة يعني سكت شوية بعد أن قال لي طيب يعني وافق فأخذنا المقاسات حقته ورتبنا وكان سعيد سعيد جدا حتى كان في مناسبات أخرى يعني بالمسح يقول هذا اللي حممني وكان سعيد أنه في المملكة في مشروع زراعي تحت مضلته ويطبق هذه الإجراءات بحزم حتى على معالي وزير الزراع يعني أنه ما في استثنات فكان سعيد وأنتم لكم تجربة يعني خطير جدا أنه يكون في مايكروب أو فيروس يدخل في المصر يعني نحن أنا أعتقد واحد من أسباب نجاح أنا في صناعة الدواج هو قوتنا في الأمن الإحيائي اللي هو الأمن الوقائي أنه نحن نمنع دخول العاملين أو أي شي إلا بعد الإجراءات المؤقدة هذه فبالتالي هذه واحدة من مزايا أمات وسبب من أسباب نجاحها في صناعة الدواج الأمن الإحيائي طبعا في بعض المشاريع بره أكثر تعقيدا يعني مثلا أنا كنت أزول مشروع جدود مشروع جدود أعلى من الأمهات في أعتقد إسكتلندا وإيرلندا طلبوا مني أجي أقعد في الفندق أسبوع زمان محجوع ما أخرج يعني أسكن عندهم سبوع زمان مسجون مسجون قبل ما هذا واحد الثنين يأخذوا منك عينات دم يفحصوها والله يكرمك البول والبراس بعدين يسمحوا لك بعد سبوع بعد الفحص النتائج كله جديد يسمحوا وتدخل بعد ما تتحمى وتدخل برضه مكبم ولعب يعني أرجع أقول صناعة الدواجين في خوف شديد على انتقال أي مرض يؤدي إلى الكارث حتى السيارات أنا شفت مقطع سيارة مغسي كل السيارات الأكل اللي يأكلوا العمال يخش يتبخر ويدخل كل عندنا إجراءات أمن وطائي وينطورها يعني نحن مثلا في مصر طورنا المنظومة أكثر عقدناها أكثر لأنه للأسف بعض العمالة يعني يعني يدعي أنه يتحمى ويبري لك رأسه مبلولة أو شيء لكنه ما تحمى بالطريقة اللي نحن نبقاه فسوينا مغطس سوينا مسبح الآن ما يقدر يدخل أي واحد زائر أو العامل لمشروع مصر إلا ينزل في المغطس والمغطس على وجهه في يعني مصورة ما يقدر يتخطاها إلا لازم يغمر جسمه بالكامل ويطلع مجهة تانية لأنه لكم تجربة في مصر نحن تجربة حوالي أربع وربعين مليون جنيه في مصر من انتقال انفلونزر الطيور للمشروع عن كم؟ هذا عام انفلونزر الطيور الأولى؟ هذا أعتقد من 15 سنة وطريت أنه كل الآن من جديد النظر في موضوع الأمن الوقائي وبرضو دائما نطور لأنه عندنا إدارة التطوير والتحسين لأنه نشوف إيش فيه خلل يعني مثلا الأسوار هل هي مكافية انتقال القطط الكلاب أو عمالة ما يبقى يخش يخش من السور فبالتالي في دائما تطوير للمنظومة تطوير علمي لأنه ممكن تكون فيه أمراض أخرى يعني مثلا نحن في السعودية أضفنا التحليل المخبري ما كان هذا موجود الآن ما أحد يقدر يزور أي زائر خارج المنظومة إلا نرسل المختبر حقنا يتم فحصه مخبريا وأنه خالي من السلمونيل هل نتأكد منه بعدين يتحمم ويخش في الإجراءات طبعا أنت قبل اللقاء قلت لي أنه قضيتك الأولى والأساسية واللي مهتم فيها قضية الوداد ومجهلي الأبوين بس ما أقدر أجلس معاك لأنه فعلا ترى عجيبي المتكد أنا وكل أحد يسمع كل كلام اللي قلته أول مرة نسمع في حياتنا فتجربة ثرية الناس في صناعة الدواجن ما عندهم معلومات كبيرة يعني كثير من الناس يقول لك يا أخي الهرمونات وكيف الدجاج ذا يكبر ولابد يا حبيبي والله ما في هرمونات العملية عملية هندسة وراثية محتمدة على الانتخاب الوراثي إيش هو الانتخاب الوراثي أديك كده قصة لو لو في عائلة اسمها عائلة أبو خضرة أبو خضرة وقرروا إنه إنه أولادهم تصير عيونهم كل العيلة خضرة كيف نسوي العيون قالوا والله الجيل هذا حقا الحالي يتزوج من بنات عيونها خضرة فرضوا نظام طيب معناته الجيل الجاي هتصير نسبة الأولاد العيونهم خضرة يمكن خمسين في المئة الجيل اللي بعده خمسة وسبعين بعد مئة سنة أو مئة وخمسين سنة هسير الأولاد كلهم هون خضرة فهذا هو الانتخاب يعني نحن لو اليوم لو زوجنا رجل سمين بسيدة سمين إيش تتوقع الطفل يكون ما هو سمين يحيكون سمين فاللي بيصير في صناعة الدواج هو هذا إنه نحن بنزوج ديك سمين مع دجاجة سمين عشان نطلق دجاجة سمين والدجاجة سمينة دي بنكرر نفس العملية على مدى 20 إلى 30 جيل وربعه الجيل طبعا أكثر فهي سبت شو فبالتالي انت عندك هذا يسمون انتخاب الوراثي الصدر أنا دائما من نشر صدر الدجاج ما شاء الله كيلو كيف بان في باي هرمونا هو الآن التوجه في صناعة الدواج إنه نكبر صدر الدجاج التوجه الليش لأن الدجاج الصدر أكثر الربحية من الأفقد والأرجل فهذا موهر موناتس لا لا موهر هذا كله انتخاب وراثي هو عملية أنا يعني مرة كنت جالس مع عالم الوراثة في الشركة اللي نحن نتعامل مع ألمانيا فأسألوا إنه إيش خطتك في الخمسة السنين عجي خطته البحثية قل لي نحن أنا في الخمسة السنين عجي أبزيد الصفار قرام واحد الصفار البيض بيزيدوا قرام واحد بيشتغل خمسة سنين من التأصيل والتكرار التزاوج واوا حتى يزيد الصفار قرام واحد عمل بحثي رهيب عمل يعني الأبحاث اللي بتتم في صناعة الدواجن أبحاث بالمليارات وعمل علمي مكثف وبيست يعني قائم على الهندسة الوراثية وليس على هرمونات أو أشياء طبيعية عجيب نزيدك قهوة عام حسين لسه إذا بردت طيب الآن سويت الشركة ما شاء الله وبتمتج بمئة مليون وفما أكثر وبافترض إن شاء الله أنه أمورك المالية طيبة والحياة مستقرة ورائعة ليش تبدأ شي جديد في العمل الخيري؟ خليني قبل ما أنتقل أنه أقول لك منظومتي في العمل يعني أنا الحقيقة يعني عندي أفكار شوية في العمل أعتقد أنها أتمنى أنه الناس يعني نعتمد على علاقتنا الوثيقة بالعملين أنا أعتقد عامل في المزرع ممكن نزل أرباحي خمسة في المئة عامل واحد يعني هذا العامل لو في الصباح قفل حقة الموية نصورة الموية قفلها بس كده برجله دفعه قفل لك طيب وهذا قاعده دجاج عطشانين اتناشر ساعة وفكه في المغرب أنت كيف تكتشف أنه عطشانين طبعا لما يعطشوا الدجاج حتى تتأثر الانتاجية ما يصير البيض أنت تجي تسوي بحث ما أنت عارف يعني تعخذ عينات تفحص هو كل يوم بيديك فالعامل يعني في منظومتنا وأنا أعتقد في أي منظومة أخرى الإنسان وجوده في المنظومة مهم ولذلك أنا أعتقد أي رجل عمال ناجح يجب أنه يهتم بالعاملين الانت هم اللي بيسووا البزنس هم هي مش فلوسك الفلوس موجودة الفلوس موجودة في البنوك بالمليارات إلا بيحقق النجاح هو العامل اللي بيشتغل عندك وإنك كيف أنت تهتم بي تهتم بأسرته وتهتم بتدريبه تهتم تعليمه تهتم بصحته فهذه المنظومة أنا أعتقد يعني واحد من أسباب نجاحي في المنظومة مثلا على سبيل مثال أنا نحن اليوم نشتغل في أربع دول في الصباح عندي كل يوم تقرير من الإدارات الموارد البشرية في كل شركات يجي المكتب يقول لي والله هذا العامل اللي في السودان اللي في العامل اللي في المزرعة خالته مات تمام سكرتيري طلب لي هو عظم اللاجرك معوض خير ما تأخذ مني ولا 15 ثاني المكالمة 15 ثاني بس ما تتصور مردودها عليه قديش هذا العامل في مصر اليوم بنته بتسوي عملية طم مني كيف سوت العملية حتدخل تحتاج شيء ممكن يحتاج ألف جنيه ولا ألفين ولا خمسة ولا ترى إذا حبنا نقولها مستشفة ثاني يعني هذه المشاعر أنا أذكر الملك فهد الله يرحمه كان صار في حادث على بنات أحد رجال العمال في جدة وكأن الملك نازل كان من مكة ففي الطريق قال له ترى الرجل العمال لو يعرفه ماتوا في حريق بنتين أظن ثلاثة بنات عنده فالملك أتأثر أنه ثلاثة بنات يموتوا فيه فقال له خليمونا نعزى عليه فين بيته فأمر عزى الرجل في بناته الرجل أنا أعرفه لسي بناته سار يقول الملك فهد يعني عارف فهذه المشاعر أنا أعتقد مهمة جدا مع العاملين يجب أن العامل يشعر أنه أنت ورى ظهره إنك وحتى نحن الآن مات عندي عامل في مصر وجمعنا له راتب سنة فأنا قلت لهم طيب بعد سنة إيش هنسوي يعني جمعته راتب سنة لزوجته بعد سنة مصحيا فالآن بنشتقل نحن على بولي بوليسة مدى الحياة الموظف اللي عنده مدى الحياة لأنه أنت تشعر أنه يجب أنك تستشعر أنه هذا الموظف اللي عندك أنت مسؤول عنه مسؤول مو بسر عنه مسؤول عنه عن زوجته عن أولاده أنا والله العظيم بعض أولاد موظفين يتواصلوا معي يعني يتواصلوا معي ونوجههم يعني إيش يدرسوا اليوم اليوم وأنا جاية في بنت موظف مدير مشروع أنا اسمها سارة سوداني ورسلت لي رسالة أنه هي جات جدة وهو مدير المشروع عندنا وأنه هي تبقى بني يعني أنا وأنا أسوي هذا العمل بسعادة مش يعني أسوي بسعادة فبالتالي كون بنت الموظف تستشعر أنه صاحب الشركة هو يوجهها ويدعمها في تعليمها ولا فين تدرس ولا إيش تدرس هذا الشيء جاب وهذا اللي يبني يعني الإمبراطوري يعني دائما نشوف الشركات الكبيرة اللي لها ما شاء الله عشرات سنين ومن شاء الله بإذن الله تستمر كمان يعني مئات سنين في هذا الإحساس في أجيال يعني فيه واحد يشتغل بعدين أبنه يشتغل بعدين حفيده يشتغل حتى النجاح يعني أنت الآن مثلا نحنا في مصر مشكلة أعتقد حتى في الإسكان وسوينا صندوق لإسكان الموظف يقدر يقترض عندنا صندوق صندوق دقيقة بس ماليسي يعني أنا حي موظف عندكم في يوم ماج أقدر تقدم طالب عشان تاخد قرد للإسكان من الشركة من الشركة وتسدد والسبب عندنا صندوق للقروض العادية هذا الموظفين يشاركوا فيه يعني هو يدفع شهري ويقدر ياخد عشر ضعف رصيده إذا عنده ألف ريال يقدر يتسلف عشر هو قرد حسن طبعا قرد حسن وثلاثة سنين عنده ألفين يقدر ياخد عشرين فهو سعر الفورمنا واضحة حط وتاخل نحن عندنا اليوم ثمانية مليون ريال في الصندوق عندي صندوق للطوارئ الطوارئ مختلف الطوارئ أنه سار عليه حادث أو سار عليه يقدر ياخد مية ضعف رصيده مية ضعف خمسين في المئة منها مجانة دعم صاد دعم وصار فيه تعويض مثلا عشرين ألف يقدر ياخد العشرين ألف عشر ألاف من الشركة مساهمة وعشر ألاف سددها القط هذه البرامج وطبعا نحن دائما عندي شيء اسم الفطور الجماعة الفطور الجماعة أنا سميه الغسيل للجماعة إنه إيجو الموظفين واتكلم ونسمع منهم ونسمع منهم أفكار تطويرية ونسمع منهم مرهباتهم ونجاوب على استفساراتهم وفي أشياء ما أقدر سوية يعني أفضل تقول للموظف يا أخي هذا الكلام إلا أنت تبقى وعندي قصة تحين سريعة أقول لك هي يعني عندي مرة واحد قلت له ما أقدر أحقق لك الأتبار بخلاص شوف لك شركة ثانية لا تقعد تزن علي أنا اللي أنت تطلب منظومتي لا تستطيع أنه تحقق لك فأنا لكن فيش أشياء كثير بنحققها وفيش أشياء بناخدها بالأتبار اللي تحققها يعني كأفكار وهذا هذه البرامج الحزمة من البرامج أنا أتقد ساعدتنا كتير في تطوير المنظمة أحقق برضو قصة ونتونس أنا مرة سويت استبيان علي أنا قلت أذكر ثلاث عيوب للمهندس حسين بحري بدون ما تقول اسمك فطبعا جاءت طبعا الشباب الله يزاهم بخير أفتروا فيي لأنه ما في اسمه فهو مخايف طيب أنا والله مرة استفدت من هذا الاستبيان يعني سويت تحليل بعضها ما هي منطقية وبعضها منطقية بعدين شفت سويتها تحليل إحصائي وشفت العيب الأكثر يعني اللي تكلموا عنه موظفين وعندي صديق نفسي اجتماعي استشرته ونصحني بدورة أحضرها سبعين وحضرت الدورة وش كان العيب تقدر العيب أنه أنا حاد حاد وإنا كنت قاسع يعني أنت عشان تشتغل في منظومة يعني الحجاج اني بس في الطقافي كان بالسيف أنا معني متطمن أنك قلت الحجاج أنا معني سير طب بالتالي أنا أعتقد أي منظومة بدأ حزب حلو بدأ حزب فلما قالوا لك أنك حاد أخذ رحت الدورة أخذ دورة أسبوعين ومن ضمنها جلسات تنوية مغناطيسي وطلعوا لي طلعوا لي طلعوا لي تحليل قالوا لي الوالدية عندك الوالدية الناقدة عندك عالية وطلعوا لي من فينا خطة خطة من والدتي والدتي كانت قاسية الوالدية الناقدة عندك عالية وإنك خطة من والد طيب والآن تحسنت كثير ما أقول مئة بالمئة سبعي بالمئة بس الحمد لله يعني فمو عيب يا أخي مو عيب يعني أنا بشر وإنت بشر وكلنا مو عيب أنك أنت العامل يقول لك أنت غلطان وتأخذ برأيه وتشوف وجهة النظر لهذا وتصلح واحد من الأشياء الغريب عندكم أنكم تعطوا بحال الموظف حصل على تميز راتب لزوجته إيش الفلسفة؟ الفلسفة أنه إذا أجاب تقدير ممتاز ندفع ثلاثة رواتب مكافئة نعطي هو نعطي للرجل أو الموظف سواء الرجل أو سيدة راتب شهرين ونعطي الزوجة راتب شهر بشرط أن هي تجد يستلم والغير متزوج تأخذ الراتب أمه والدته هذا بيحفز المنظومة يعني اليوم إذا هو ما جاء ممتاز أول واحد يحاسب وزوجته صح أو لا؟ ولكن ضغطه مرة صح أو لا؟ بعدين هو ما جاء ممتاز إلا على حساب البيت أتأخر في العمل فكر أكثر بدل جهد أكثر فبالتالي أنا أعتقد أنه من حق الزوجة أنه إذا الزوج حقك نتائج طيبة أنه يكون عندها راتب شهر وأنا أعتقد فعير يعني فيه إنصاف يعني كمان أنا أقول دائما لازم ننظر لما بعد المنظف أولاده يعني أنا مثلاً أسوي برضو اجتماعات مع بعض الموظفين مع عوائلهم اكتسم قسم يعني أخذ مثلاً عندما أنزل مصر أخذ قسم المحاسبة نعزمهم على الأشياء أجلس مع القسم زوجاتهم يقعدوا برا في الحديقة ولعدها ونجتمع ساعة زمان مع الموظفين بدون مديرهم وأسمع منهم وبعدها نجلس ونوزع حدايا على الزوجات والأولاد هذه كل مرة وأنا عندي برنامج برضو أنه أتعشع الموظف وتأبر الموظف يعني ما هو بالترتيب الوظيفي مرة سائق مرة عامل مرة مدير مرة أتعشع في بيته أنا وزوجتي رح أتعشع عنده في البيت طبعا لأنه الموظفين كرة ماء كرة ماء جدا يعني تلقى من يتكلف كثير فسأحضت نظام أنه ما تتعدى أصناف العشاء أكثر من ثلاثة أصناف وهو سور أربعة أمشي ما فيه يعني ما في له فثلاثة أصناف وكيف تختار اللي تتعشع عنه؟ هما هما لا لا ببطرع هما اللي اختاروا وكثير من الأحيان يعني تعشيت عن السائق أو عامل أو هذا وأنا سعيد يعني أنا سعيد في وجودي في بيئة يعني أنا والله واحد من الموظفين عندي بسيط جدا بسيط جدا لما رحت عنده في البيت ما كنت أعرف الرجل داي يتكلم عبري لأنه كان عسكري فانسجن في إسرائيل سنة وأربعة شوق فتعلم العبرية في السجن الإسرائيلي وانصاب اشترك في حروب وتأثروا في سينا أظن أربعة شوق يعني كمية المعلومات اللي أعرفتها عن الشخص أنه الشخص دا أصله في أنا عندي تفكير يعني أي إنسان مهما كان بسيط مهما كان بسيط مهما كان بسيط عندك شغال حارس عامل هو في بيته ملك حتى لو ولده دكتور لو ولده دكتور في الجامعة لو بده يتزوج مهير جلابه فإنحنا ما نستهون أنت تروح في مملكته هذه وتشوف كيف عايش وإش احتياجاته وأحيانا يعني بنحل يعني والله أذكر سيدة زرت عامل ساكن في السطوح في صندق صندق يعني السطوح فقالت لي السيدة قلت اللي اشتغل قالت لي يا باش مهنس أما مكيف أنا الشمس في الظهر تتأدي قلت اللي شوفي أنا مسافر بكرة السعودية ما أوصل مطار الساعة أربع إلى المكيف راكب كلمت وأنا عندها ومدير المشتريات عندنا وركبت المكيف وكلمني ساعة أربع يعني هذا مكيف الفيريال يعني بس أنت اهتمامك وشعورك وبعدين أنت بتكسب دعا يعني هذا سانة بتدعيه لك كل يوم فهذا أنا أتقد أسميها أنا لدارة أحيانا بالحب يعني كونك بتدير المنظومة مو بس تسوي فلوس يعني أنت يعني أنا اليوم مفتكر القصة دي إنه سويت مكيف لسيدة يعني هذا وهي مفتكرة هذا الشعور الجميل يعني وجودك في الحياة مو بس أنك تشبع الفلوس لك تخدم الناس تعلم أولادهم تحل مشكلة أنا والله عندي مرة موظف جاني عنده بنته عنده عمودة الفقر يسموه اسشيب كتبنا طلب لاجهة هنا 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 يعني بعد كذا محاولة بعدين قلت له اسمه تاج قلت له دكتور وبيطة قلت له دكتور تاج أنا يقست يعني حاولت لك في كده مجال ما كده قل ديش تكلفة العملية قال لي سبعين ألف ريال طيب قلت له نعطيك السبعين ألف بس تسدده تسدده قرب قال لي أسلم على يدك أعطينا له سبعين ألف سددنا صعي يمكن أن أخذ خمس سنين بس حلينا مشكلة بنته اللي عندها يعني عمود فقري اسشيب يعني هتطلب معوقع يعني هذا الدور أنا أعتقد أنا سعيد به وكلنا سعداء يعني هو سعيد وأنا سعيد والمنظومة العمل فيها سعادة لأنه هو في نهاية المطاف الموظف خيره من العمل يعني يعني نحنا اليوم لو تجي تقارن أرباحنا بالرواتب أكيد الرواتب أكثر فهم المستفيدين يعني العاملين معنا هم المستفيدين أكثر من الشركاء أو مننا كناس بدير العمل هم المستفيدين بس هل خطأ إذا الشركة تربح أكثر من ما تصرف؟ لا لا مو خطأ أبدا مو فالشركة مشريرة لكن أنا أقول إنه الخطأ إنه الشركة ما تهتم أنا مرة جاني موظف كان يشتغل نصدف عندي قدم عندي وكلم صديقي قلت له ترك قدم لي أفلان وقال لي ما عندي مشكلة أخذته بعد سنتين هو صديقي أحتاج موظفنا فكلمني قال لي حسين أنا أخب السام قلت له ما عندي مشكلة يعني بعدين نسيت الموضوع أنا بعد ستة شهور لقيت الموظف موجود فنديت قلت له خالد كان يبغاك خالد بالبيت كان يبغاك وقل لي والله عرضوا علي قلت له يعني ما عرضوا علي قال لي لا عرضوا علي قلت له أكثر من اللي بأخذوا لكن زوجتي ما عرضوا قلت له غريب تبغى تبغى الراحة تبغى الراحة من اللي بلعيت السلام قال لي قالت له نحنا يعني مرتاحين هنا الراجل جاءنا البيت مرتين في نجاح أولادك أرسلك بسكوليتات هدايا في يعني هذا شيء أنا أشوفه عنصر مهم في النجاح أي رجل أمال اهتمامه بالعاملين والمنظومة بس ما تحس بشعور بقول هذي ما هي الشيخ المليونير اللي عنده يعني كبر أنه ما يقابل الباقيين لا لا أنا بسيط وحتى أولادي يعني الحقيقة أنا سعيد بهذا الشيء إنه أولادي ميسر الآن بيدير السعودية ومنفس ويقعد مع العمال وحتى نحنا الآن لما أنا أتغذى في المزارك بس هذا ما يقل من احترامك يعني أظن الشيخ المليونير بالعكل والله يزيد من هو أنا أبغى لا 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 شوف أنا مرة أسألت أولادي السؤال أسألت واحد من أولادي أعتقد أنه قلت له هل أنت تخاف مني؟ قل لي لا يا بابا أنا أحترمك طيب في فرق المحامل ما يحترمك أكثر أهم من اللي يخاف منه يعني واهترمك ويحبك ويرعي المصلحة للعمل فأنا أنا أتغذى وبرضو ابني أتغذى في المزارك إلا ما أروح المزارك أتغذى وخليهم هم يسورات الأمال هم اللي يطلقون هذا مش أحد نحنا نجيب لهم المواد يعني الأحمام رز ما نعرفيش والله ويبدعوا يعني يعني ما شاء الله يعني وأكون معاهم وأشوف مشاكلهم وأرجع أقول إنه مو كل الطلبات اللي بيطلبوها العمالة أنا قادر أتحقيقها وبعض العمال إذا كان ظروف في أو طلبات وتفوق إمكانياتي أقول له يا أخي أنا ما أقدر وأساعده في عمل تاني يعني ليش لا كمين كذا أنا خايف على السباب هنا يجيوا يشتغلوا عندك بس الحمد لله ما في مهندسين زراعين الحمد لله الخصوصاتهم يعني بعيدة عنكم الحمد لله أنا كنت بذلك عن العمل الخيري بس طلع ما شاء الله أنت هناك عمل خيري بس الوداد يعني مهتمة بأيضا جانب جدا غريب وجدا نادر وجدا يعني ما هو حاضر في أذهان الناس كلا بشكل دائم أحكيني عن بداية الوداد هل القضية أولا ولا العمل الخيري أولا وكيف بدأت؟ أنا تعاونت تقريبا من ثلاثين سنة مع جمعية البر في الدور الإيواء إن في أيتام وزوجتي كمان اشتغلت في جمعية البر فكان يعني في معاناة للأيتام الذكور والإناث في الجمعية ودائما صرت أشيء للهم هذا وكنت أروح أتغدى معاهم أحيانا وأجوني المكتب فشعرت أنه المنظومة ما هي سليمة يعني تربية الأبناء في دور الإيتام ما في أبوه ما في أمه ما في خاله الولد عنده ثلاثة مشرفين في اليوم شفتات عنده مشرف من ثمانية إلى اثنين الظهور وعنده مشرف من ثمانية إلى ثمانية في الليل وعنده مشرف في الليل ينام معه وتلقى يعني ثقافات مختلفة مشرف الصباح يقول له هل بس تبقى صير؟ مشرف المساة يقول له لا مو مشكلة هل بس تبقى طويل؟ فثقافات مختلفة تصير عند الإبن بسدواجية في المعايير ففكرت أنه ليش ما نغير منظومة الإيواء إلى منظومة الاحتضان؟ وفيه احتضان يعني ممكن بس أنه نشجعها إلى درجة أنه خلاص كل الأطفال دول بعد يروحوا دور يواء يعني كان فيه احتضان قبل ما أنا فكر لكن احتضان كان فيه مشاكل من أكبر المشاكل في الاحتضان السابق كانت مشكلة أنه الطفل لما يصل مرحلة البلوغ بيصير وجوده في البيت حريش يعني إذا أم خلصها أنه مرأة موجودة بس المرأة عمرها لما نحفظ بنته 30 سنة وهو لما سار 15 سارة عمرها 45 سنة فبالتالي وجوده في حرج إنها مو محرم عليه مو محرم والبنت نفس الشيء فمع مجموعة من الزملاء فكرنا إنه كيف نسوي جمعية طبعا أنا وجهت صعوبة هي قابل ثلاثة وزراء عشان أرخص جمعية الوداد كان فيه اعتذار يعني كان التوجه إنه ما ينبغى نتكلم على مجهول أبوين في بلد الحرمين وكان فيه يعني تحفظ بعدين الحمد لله كان الوزير الله يرحمه وتوفى قبل حسن العكاس وفق لي على إنه نأسس جمعية الوداد وأسسنا الجمعية وحطينا إنه من حق اليتيم هي مجهول أبوين من حق اليتيم مجهول أبوين أسرح هذا هذا شعار طب اسمح لي أريد أن أرجع لي كيف كانت الصورة قبل الوداد فكان إذا مثلاً وجد شخص في مسجد مثلاً أو حتى بعضهم طفل في الله يكرمك زبال أو يعني في مشهد جداً جداً مؤلم ومؤلم إيش كان الإجراء اللي يصير فيه؟ كان إجراء إنه يروح دار إيواء فيعيش كل حياته في دار كانت المنظومة مكسومة قسمين كان يودوا دار إيواء سيدات فيه البنات والأملاد يلين تسعة سنين ثم تسعة سنين يفصل الأولاد عن البنات فالأولاد يرسلوهم دار اسموها دار الفتيان وهذه كانت بتمثل صدمة كبيرة للإبن لأنه تربى تسعة سنين مع أمهات سيدات وبنات يعني أخواته فتجي تشيلوا فاجأة وتودي دار الفتيان كلهم أولاد وبيئة غريبة عليه فكانت هذه أول صدمة يتلقاها الإبن هو نقله من منظومة دار السيدات الحاضنات إلى دار الأولاد اللي هم دار الفتيان وطبعا تبدأ المأس وظروف العامة اللي أحيانا لم تكن جيدة الأولاد في العالم كله في دراسات بتقول إنه الدور الليوائية بيتعرضوا لأربع نواع من الإساءة الضرب والشتب والتحقير والتحرج الجنسي فهذا في الدراسات بشكل عام تتكلم عن منظومة الدور الليوائية حتى فيه الموظف نفسه يكون أصلاً يعني واحد جاي موظف بس ويحتقر هذا الابن والابن هم يعني الحقيقة فيه موظفين يعني أنا قابلتهم خير موظفين بيعتبروا الأولاد أولادهم وفيه قصص نجاح كبير من الأولاد اللي في الدور لكن نحن نتكلم على إنه فيه معاناة والمعاناة مبنية على عدم وجود أب و أم و أخو عدم وجود الأسرة فإنت سموها التربية العنبرية إنت بيتربوا زي في السجون السجون مو يتربية يعني حتى الناس اللي بنسجنوا بيتعرضوا لاغتصاب وهذا اللي بنشوفهم يعني هون مقبار يعني بيخش السجن وعمره ثلاثين سنة بتعرض لاغتصاب فبالتالي المنظومة العنبرية في رأيي وفي ظني وأعتقد الدراسات أثبتت هذا الكلام إنه ليست مناسبة وليست الأفضل ليست الأفضل فجينا للوداد أنها تحل هذه المشكلة؟ قلنا نحن يعني كان حلو طبعاً إنه نحن كيف نقول شعار إنه من حق الطفل اليتيم مجهول لأبوين المتخلى عنه من حقه يكون عنده أسرة من حقه يكون عنده أسرة تحتضم كان حلو فيه ناس كانوا يعتبروه غير قابل للتحقيق ونحن حطينا يعني كيف نشجع الأسرة السعودية إنه تحتضم الطبع طيب مين العميل؟ مين الأسرة التي ترغب الاحتضان؟ لقينا سوينا الدراسة لقينا الأسرة المحرومة للإنجاب هذه عندها حاجة شديدة للإحتضان طيب كيف تحتضن الأسرة المحرومة للإنجاب وبالرضاعة؟ عندنا مشكل فالله فتح علينا إنه فيه إمكانية طبياً لتحفيز إدرار الحليب من السيدة العقيم يعني فيه أربع وسائل لتحفيز إدرار الحليب ما بدي أخش في تفاصيلها الآن إنه يمكن تحفيز إدرار السيدة العقيم بيسر وسهولة بس بيشرف طبي طيب هل هذا العمل جائز؟ رحنا الدار الإفتاء يا جماعة عندنا طفل مجهور أبوين وعندنا أسرة عقيمة تبقى تحتضلوا وفيه إمكانية لتحفيز إدرار الحليب رجعوا هما ودرسوا الموضوع وطلعوا بفتوى إنه إذا در صدر المرأة بالحليب وأرضعت الطفل خمسة رضعات مشبعات تكونوا أمة له بصرف النظر عن المسببات يعني بصرف النظر عن المحفزات إلا خلتها الدر فده ريحنا فسار عندي أنا إقبال شديد من الأسرة العقيمة دقيقة هنا باقي التحدي باقي التحدي أتوقع القانوني كيف تثبت الرضاعة وما الرضاعة؟ بعد ما ترضى نحن يشهدوا عندنا تتم الرضاعة في الجمعية وأربع سيدات عندنا في الجمعية يشهدوا ونطلسك رضاعة عشان نثبت أن هذه السيدة فلانية فلانية أرضعت طفلها عشان مو بس كإثبات الرضاعة نحن سوينا سك ولاية بعض الرضاعة بعد ما نطلسك الرضاعة نطلب من المحكمة إخراج سك ولاية سرهية السيدة ذاية ولية أمر الطفل هذا يعني لو كانت البنت وصارت الأم اللي أرضعتها ولية أمرها بكرة بتتزوج الملازمة الولي يوافق على الزواج فسير أمه هي الولي يروح الوزارة ويسو العقد في النهار ويجيء موظفة الوزارة والبنت في يوم الزواج تشعر أنه هي مجهولة أبوين وأنه واحد من الوزارة جاء يكون وليها ولا القاضي فصارت الأم أم الطفل اللي أرضعته هي وليية أمرها هذا نتكلم عن عمر مبكر يعني كم عمر الطفل محشظة أيام أيام أول رضة نسبة الرضاعة بسك رضاعة نسبة الرضاعة نسبة الرضاعة بسك رضاعة من المحكمة نستخل السك ولاية تبقى تسافر بي راحت المطار تبقى تسافر بي كيف تسافر بي ومو ولدها ولا الزوج برضو مو ولده ولا الاسم مختلف فعقى الجوازات أكيد بدي سيقول أنت وأخذ من الشارع وفي جايب فبسك الولاية تقرى تسافر بي هذا سك ولاية المحكمة طالعا ويترجم سك الولاية بلغة ويصدق حتى لو تسافر أمريكا لو تسافر هذي فهو جدت هذا المنظوم حيلا منظومة الوداد صارت منظومة ممنهجة مرتبة متكاملة وطبعا برضو التطوير موارد يعني نحن اليوم كان عندي اجتماعنا من سبوع الجمعية الأمومية بقول الأخواني مش بس الجمعية الأمومية حتى في القائعة التلفزيونية بقول الجمعية الوداد جمعية مجتمعية تخدم المجتمع أي فكرة أي اقتراح نرحب به نرحب به ندرسه وبعد ما سويت هذا الحال يعني أنا اللي عرفه واحد من أكبر مشاكل الاحتضان هو الإرجاع فناس تجيها كده فترة تحسين ودها تتبنى طفل تتبنى فترة معينة ثم الأب الأم يعني في ظروف معينة رجعونه للدور وهذه تجربة مؤنمة جدا في المطال في بعضهم رجع مرتين وثلاثة وأربعة يعني ما تخيل كيف شعور الرفض اللي عند هذا الطفل فهل هذه حل مشكلة الإرجاع؟ حل هذا موضوع ثاني غير لأن الإرجاع كان من أسرة غير مناسبة يعني مشكلة الإرجاع أن الأسرة غير مناسبة فنحنا في الوداء ركزنا على تقييم الأسرة كيف تقيم الأسرة تقييم قاسي وقوي أنه وحاجتها تدرس حاجتها للطفل فحتى نحن اليوم بنتأكد أنه الحاجة موجودة عند الطرفين ومو بس الطرفين حتى الأقرباء من الدرجة الأولى جدها أم البنت الأمرى الحاضنة أبو الزوج حتى نتأكد يعني كيف إذا جدت عائلة تقابلوا العيلة كلها؟ نقابل الأب ونجيب موافقة الأب وأم الزوجة اللي هو الجدي لأنه نحن نبغى الطفل ما يرجع لنا فنبغى نتأكد أن المنظومة دي كلها طبعا معايير التقييم في الوداءات قاسية جدا ليش؟ لأنه أرجع للعيار أنه أنت تبغى الطفل ده يتربى تربية كويسة يعني فأول شيء رحنا للمعايير الأمريكية مثلا في أمريكا البيت إذا كان في هذا دربزين إذا كان الزوج والزوج والساكين في بيت درج ما فيه دربزين ما يعطوا طفل فنحن المعايير صارت معايير عالية في الوداءة حتى نتأكد من صلاحية الأسرة للإحتوان صلاحيتها أول شيء مثلا الأسرة ما فيها مخدرات أو أثر المخدرات هذا مهم جدا ماليا مقتدرة تعليميا مقتدرة نفسيا مقتدرة اجتماعيا مقتدرة وبعدين نرجع في موضوع أنه درجة الرغبة أحياني يكون الزوج هو متحمس والزوجة لا أو الزوجة متحمسة والزوج لا فلابد يكون الطرفين متساوين في الرغبة الحقيقة موضوع الرضاعة تحفيز الإدرار فتح مجال لإقبال شديد من الأسرة العقيمة فاليوم عندي أنا طالب شديد من الأسرة العقيمة ونحن بصراحة في الوداء أعطينا الأولوية للأسرة العقيمة لأنه شغف أعلى فبالتالي أسرة محرومة جاء بعشرين سنة تجي تعطيها طفل وأنا أعتقد ودائما أقول هذا كلام أن الأسرة العقيمة من حقها أن يكون عندها أكثر من الطفل لأن الطفل واحد كمان مو صحي وجوده في البيت فلو بعد ثلاثة أربعة سنين نعطي الأسرة طفل ثاني وطفل ثالث بعد أربعة سنين يعني اليوم المعدل في الأسرة السعودية ثلاثة أطفال أقول طفلين فهذا يخلي توازن في البيت أفضل فالإقبال عندنا من أسرة العقيمة هل فيه إقبال أكثر من المطلوب يعني العجز الأطفال أنا اليوم عندي ثلاثة ألاف طلب انتظار ثلاثة ألاف أسر مناسبة يعني أنا عندي المتقدمين ثمانية ألاف لكن بعد التقييم ثلاثة ألاف جاهزين لاستلام الطفل معايرهم عاليا وهذا أكثر من معدل الأطفال اللي يحتاجون طبعا هذا يكفيني العشر سنين جيد الحقيقة أنا سعيد بهذا الإنجاز أنه طبعا عندنا كان فيه مشكلة في البشرة السمرة والحمد لله يعني قدرنا الآن نحل الإشكالية أنه رحنا سينا توعية في المناطق اللي فيها بشرة سمرة عالية بعض القرب على المناطق وصار فيه قبال الآن فصار ما عندي لأنه ما تبغى تعطي طفل البشرة السمرة لعائلة بيضاء لا لا نحن بنحاول تطبيق لون البشرة والملامة مو بس البشرة والبشرة ست درجات ترى يعني أبيض مو مناته أبيض في أشقر وفي حنطي وهذا طبعا يعني مو عمصرية لا لا بس وعشان يكون الرولة متواجد في الأسرة طبيعية لا يشعر أنه مختلف يعني لا يقول الطفل أسمر أو شديد السمرة في أسرة بيضة فبالتالي عشان يكون الطفل متواجده والملامح مهمة يعني برضو هذه نقطة مهمة يعني نحن اليوم لما نجد الطفل تعمم صورة الطفل ودرجة لونه كبشرة على كل فروع الوداد والأخصائيين في الوداد اللي متقدمين يعني حقول المدينة مثلا عندي مئة أسرة متقدمة من مدينة جيزان مئتين يراجعوا المرفات ويشوفوا مين الأسرة اللي ماتشنك الطفل في بشرته وملامحه ويقولوا هذا الطفل ننقل الطفل يعني الطفل اليوم أنا لقيته في المدينة والأسرة الماتشنك والمناسبة في جيزان أنقله للطفل للأسرة اللي نارك ويصير فرع جيزان هو اللي يستكمل الإجراءات في موضوع الرضاعة والهدف تسليم الطفل لأسرة ومتابعة الطفل بعد ما أعرف عائلة محتضنة طفلة بنفس اللون نفس كل شيء بس الملامح يبدو أنها مو 100% يعني يعني 9% فبيحكين أن الطفل عمرها 4-5 سنوات لاحظت أن شكل الأنف عندها مختلف عن الأم والأب في ذهر يقولي حتى الطفل نفسه يلاحظ بس شكل الأنف يقول الأم يعني يقول ماما أنت ليش خشمك كذا وأنا خشمي كذا بس شكل الأنف فيعني فعلا ضروري أنه بنحاول يعني هو طبعا أنت بتجتهد أنت بتجتهد وأي عمل إنساني في أخطاء يعني ما أقول إنه وداد والله عملها 100% لكن اليوم أنا سعيد بهذا النجاح نحن اليوم بنلغي دور اليوائية يعني اليوم عندك أنا أعرف اليوم أكثر من 6-7 دور يوائية مكلفة ملايين يعني في طريق مكة طريق مكة قبل مكة بشوي على اليمين في قرية سواها الشخص رج عطار الله يرحمه كلفت 150 مليون تسعى 600 طفل يتيم ويتيمة 300-300 مكفر ما في أحد فما في طلب ما في طلب خلاص أولا بيكبروا بيتمكنوا بيعيشوا فالآن في عملية تجفيف الدور اليوائية في 20-30 بإذن الله وهذا الوزير تصرح به لن يكون هناك دار إيواء في المملك ما في يتيم حيكون في دار إيواء في 20-30 بهذه الآلية بهذه الآلية يا رجل نحن الآن يعني بنشتغل على طفل عنده إيدز كيف نلقى أسرة تحتضله طفل عنده يعاقة أنا عندي طفل يعني كان عنده يعاقة والله وجد أسرة يعني الخير في البلد دي غير عادي الخير في البلد دي غير عادي غير عادي يعني أنا عندي طفل معوق معوق والله جاءت أسرة احتضلتها في المدينة أخذتها مني اسم نايف فبالتالي يعني في خير في البلد طبعا نرجع أقول أنه الرغبة في الاحتضان مقسمة لثلاث أكساب الأسرة الأقيمة في الدرجة الأولى الأسرة اللي عنده النوع الواحد عنده ستة بنات يبغى ولد أو ستة أولاد يبغى بنت فهذا الدرجة الثانية والدرجة الثالثة اللي هم مناست عنده مولاد يبغى بنات بس يبغى خير لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى وقال أنا أكافر اليتيم وبعدين أنا عندي فلسفة في هذا المجال أنه كفالة اليتيم مش تحطه في ذا رواية تبديله ثلاثمائة ريال يعني أنا في ظني أنه تفسير كفالة اليتيم اللي أوصى بها الرسول هو أنك تكفر في بيتك تكفر في بيتك مو تكفر في دار أيتام ما كان على هذا الرسول في دار أيتام فإنه لما قال أنا أكافر اليتيم أنا في ظني أنه المقصود بأن تكفر اليتيم في بيتك ليش اللي يعزز كلامي أنه في حديث ثاني يقول خير بيت في الإسلام بيت فيه يتيم بيت مدار بيت فيه يتيم يحصن إليه خير بيت في الإسلام بيت فيه يتيم يحصن إليه بمعناته كفالة الأيتام في بيتك إنك تكفر وما تربيه مع أولادك مع زوجت مع أولادك يأكل ويسرب معك مش تحطه في دار يواء ويجيب له موظفين يأكلوه يشربوه الموضوع أو القضية اللي أنت متهم فيه فيه حساسية عالية لأنه هذا الطفل هو الضحية طبعا الأخير بس يعني أكيد جاك كلام أنه كأنك قاعد معرف تروج الرذيلة وتسهل حصولها يعني فهم قصدي فالقضية جدا حساسة كيف تعاملت أنت مع هذا التهمة خنقول أنا أقول اللي اتهمني هو يسوى يعني أنا فيه مشكلة موجودة قدامي طيب فيه حفرة في الشهادة أنا سديتها أنت ما يسوى قاعد تقول فيه حفرة في الشهادة فيه طفل اليوم الظاهرة داي موجودة في المملكة وموجودة في المملكة وموجودة في كل دول العالم وموجودة من أيام الرسول الله ما صلي وسلم باركة صح أو لا؟ فطيب أنا بتعامل مع مشكلة قائمة وبحاول أوجد له حلول حضارية حضارية من المملكة طيب أنا اليوم لما بسوي مستشفى للإدمان عشان أعالج مشكلة للإدمان هل أنا باروج للإدمان؟ وبأقول لك خذ حبوب وخذ مخدرات وترى المستشفى موجود مو صحي هذه اثنين ثلاثة الحمل يا أخي بأخذ تسعة شهور قلت أنا كيف أشجع؟ أنا بتعمل مع المنتج يعني حمل بيمضي عند المرأة تسعة شهور مو يوم وليلة حتى أنا بشجع عليه ومعاناة وولادة والآخرة وبعده أنا المنتج اللي بيينتج الولد اللي بيه أو البنت اللي بيينتج أنا بتعمل معه وألقاله أسلوب حضاري إنه يتربى ويتربى تربية سليمة في المجتمع بدلا ما يصير مصدر إزعاج مصدر إرهاب مصدر ليه وإش دمه مسكين هذا الطفل والله أنا بيمر علي أولاد وأنا زي الورد يعني إيش دمه؟ إيش دمه هذا الطفل؟ طفل بريد ما له دم فأنت واقف في يعني أو بادئت تفكير من الطفل؟ لا أنت بتحرجني لا أنا ما بحرجك بس أنا شعر نوع أنا أعتقد إلا سوينا سوينا كمرحلة أولى في الطفل لكن أنا اليوم مع مع مجلس الإدارة مع الجميل الأمومية الأموداد بنتطلع إلى إنه ما قبل الطفل إنه مو بس الطفل يعني نحن تعلمنا في المدارس ونحن في الابتدائي إنه درهم وقاية خير من قنطرة لا درهم وقاية كيف نحن نخفر من الظاهرة؟ فالآن بنشتغل على أربع محاور ما قبل الطفل أول محور التوعي عن كارثية الحمل عن خارج الإطار الشري كيف نوعي بناتنا وأولادنا عن كارثية أنا أسميها كارثية الحمل خارج الإطار الشرعي البنت أو المرأة التي تحمل خارج الإطار الشرعي كارثة يعني تخيل أنت بس بنت حملة اليوم خارج الإطار الشرعي بيت أهلها كيف حتقول لي هذا؟ تقول له والله أنا حامل خارج الإطار الشرعي كيف تقول لي أخوها كيف تقول لي زميلاتها كارثة؟ وكيف حتما تستبقي هذا الطفل للولادة؟ يعني مو بس إنه كيف تقول له طيب الطفل ده بينمو كل يوم فكل يوم موجودة في المنظومة العائلية كارثة فأنت كارثة فأنت تتخلص من الطفل؟ كارثة فأنا أعتقد نحن واجبنا اليوم نسوي توعي توعي لبناتنا وأولادنا حتى الأولاد لأن الأولاد يعني ما هي شطان أنك أنت تضحك على بنت وتحملها يعني ما هي شطان فأنت لازم تخاف الربنا وتشوف الأثر والأثر يعني الرباني والأثر للمجتمعي يعني هذا الطفل وابنك طيب وابنك في الشارع قاعد تربى ولا فأنا أقول التوعية مرة مهمة لابد يكون عندنا توعية ذكية ذكية مش مباشرة ذكية عن كارثية الحمل خارج الطرش جميل ما لحقك عار في حياتك المجتمعية والأسرية كيف يعني؟ يعني هل في محيطك اليومي تشعر أنه ناس أو فيه ناس معين يعني هل منضريت شخصيا بسبب تمامك هالقضية؟ أبدا بالعكس أبدا بالعكس أنا أعتقد وهذا طبيعي لا بس الناس يعني رجال عاقل لأن الناس لما يهجمون أشوف أي المجتمعات دائما عندك عشرة في المئة أقصى اليمين أو عشرين خمستاش وفيه أقصى اليسار خمستاش في الوسط السبعين وانت بالثامن مع السبعين فالسبعين؟ أوكي يجيك ناس يعني متشددين أكثر من اللازم أو يهجموك وأعتقد أش سووا؟ تقابل لازم يعني تنزل المستوى تفكيره طبعا هذا كثير أنا واجهه وناس زي ما تفضلت أنه أنت بتشجعه وأنت ما حالي تأخذ منه وتعطيه وفي الغالب يقتنع يعني في الغالب خاصة لما تقوله طيب إيش الحل أديني حل يعني مشكلة قائمة موجودة مشكلة موجودة أديني حل أما تقول والله لا بس أنتوا بتشجعوا ما شجعنا طيب عندنا اليتيم اللي كبر في دار يواء برضو هذا ما خلته أسوته له إيوه هذا أسستنا جمعية له اسمه إخوانكم طبعا الإخوانكم تهتم باليتيم واليتيمة ما إلا بالغ أو عمره 17-18-16 عن طريقة التآخي يعني نشوف رجل في المجتمع ناجح ناضج يتآخمها نسميه الأخ الأكبر يصير فيه عندنا أخ أكبر وفيه عندنا اليتيم البرنامج مبني أنه استضيفه ساعة في الشهر فما هو مرهل ساعة في الشهر 12 ساعة في السنة واستضيفه في كافي أو في بيت أو في مكتب ويشوف إيش برامجه إيش بيسوي إيش سواء سيدة تحتضن تتآخه مع بنت مراهقة أو رجل يتآخه طبعا إجراءات أول شيء نتقبل الطلبات من الراغبين في التآخي ونقيمها لأنه واحد يتآخه أنا ونقيمه ونقيمه زي تقييم الوداد نفسه اجتماعي ديني عشان لا يودي الولد في ذاهية وبعدين نعرض عليه أكثر من ملف لأنه كل ابن عنده مشكلة مختلفة فهو يشوف الابن اللي يقدر يتعامل مع الابن ونشوي التعارب بينهم ونتابعهم في ثلاثة شهور تجربة إذا نجحت أستمر وإذا فشلت نغير نسوي السويتش لابن الاب ثاني أخ ثاني والرجل نطيله والف ثاني والجمعية خلصنا التأسيس لسه بس يعني أعتقد في الثلاثة شهور الجاية يمكن نبدأ الممارسة للعمل هذه الجديدة باكس الوداد طبعا بس أنا تآخيت عشان أجرب على نفسي تآخيت مع خمسة أولاد وبنتي تآخت مع بنتين وجدت متعالية وفتت الأولاد يعني أنا واحد من الأبناء أول ما تعرفت عليه كان عنده هواية في التصوير أو رغبة في التصوير فاشتريت له كاميرا بالفين ريال واخدته لصديق لي اسمه خارد خضر مشهور ومصور مشهور وقلت له خاردة باك هذا ابن يتي والله درب واليوم بيشتغل في واس بحوالي 8000 ريال ويصور الملوك والروساء وزوار المملكة ومصوير لي ملف وصار ناجح يعني ناجح تمام يعني هذا الدور أنك أنت توجه الأبن تساعده ومرتلصق بيه بشكل يوميا يوميا وأسامي يرسل إرسالك يوميا وطمن علي طمني عليك يوميا حتى أنا من كتر مش عمعد أكتب أنا طيب وخير سأتصور صورتي في الوضع اللي أنا فيه ورسله إياه حتى أطمنوا علي فهذا جهاز كبير نعتقد فيه تجربة للدكتور سمير بحراوي كان عضو مجلس إدارة كان فيه أحد الأبناء مزعج في جمعية البرق وكان يهرب من المدرسة ويهرب من الدار الإيواب فمجلس يعني الجمعية رفعت ملفه لمجلس الإدار عشان مهم عارفين تصرفوا فالدكتور سمير كان في المجلس فقال له يعني كطبيب هو والفجال عاقل قال له خلوني أشوفه للإبن إيش مشكلته جلس معه جلس سجل 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 ستين ثلاثة أربعة استطاع ينقل الإبن ده من أقصى اليسار إلى أقصى الإبن واليوم الإبن ناجح يشتغل في شركة مراجعة دولية بسبعتاشر خلط ألف كتاب جبته أنا معي هنا اسمه تنوير وهو بيتكلم عن دكتور سمير في الكتاب بيقول هذا الرجل هنا أقرألك السلام الله في الكتاب موجود هذا الكتاب بيقول هذا الرجل اللي هو دكتور سمير علمني معنى الحياة طيب مو دار ريواء هذا الرجل خارج علمني معنى الحياة علمني أساسيات التمدن الحضاري فبدأت أتقن مهارة الأكل بالشوكة لا أعلم يأكل بالشوكة سكين هذا العلم طيب يعني دار ريواء معلمة علمني أن القراءة هي منبع فكر الإنسان بل وأهداني كتب كثيرة لا أقرأ منها علمني كيف أحافظ على مصروفه علمني مفهوم الإدارة المالية علمني أساسيات الكلام وأن لا أخوض في نقاشات غير موضوعية علمني أيضا كيف أتعامل مع المرأة علمني هذه نقطة مهمة الأولاد لأنهم موجودين في تربية كلها ذكورية لا يجيدوا التعامل مع المرأة هذه نقطة ويمكن أن أتكلم بعد هذا عليها علمني أن أتسامح وأن لا أعطي الأمور أكثر من حجمها تعلمت منه أن أضع أساسيات لكل عمل أقوم بها علمني احترام الوقت والمواعيد والأشخاص فاحترام الآخر أن أكس إجابيه على الإنسان نفسه كان ينتقدني أن أسات التصرف ويعلمني كيف أصوي بتصرفات كنت أرافقه للنادي وحيانا أزوره في مقر عملي أو منزلي ولم يتحرج من استحابه لي في تنزهاتي الخاصة أو طعام أقوله طعام الأشعاء معي هذا نموذس هذا الرجال بالتأخي فكرة التأخي هذه أنه أنت تستطيع تحقق إشباع عاطفي للإبن إشباع عاطفي يعني يشعر أنه عنده عزوة يعني أنا اليوم من أصدقائي فيه كابتن وفيه ضابط وفيه طبيب تصور أنه الإبن ده يتأخى معه طبيب صار عنده شعور أنه أنا الطبيب الفلاني أمي أو أبوي الكابتن الفلاني الضابط الفلاني أمي أو أبوي هذا الشعور من الطرفين يعني أنا عندي لي أنا رسائل من الأبناء جميلة جدا خلاص ما أسر يقول لأ أبوي يعني الخمسة اللي أنا متأخمة ما أسر يقول لأ أبوي ويرسلوا لي رسائل فيها كثير من الهواطف المتبادلة سبحان الله يعني الأب يحتاج أن يكون أب والإبن يحتاج أن يرى أب خلص أنا ما يلقاعد لا عجيب أولاده كبره وأولاده مشغول في حياة تلقى إنسان يجي خليني أشوف لك رسالة يعني هذه فعلا أشياء اللي ما فقدها ما يمكن ما يفهمها أنا الآن أنت تتكلم يعني قاعد أتخيل الأشياء اللي أنا موجودة عندي عندي أب فهذا يقول علمني الوقت وعلمني احترام الناس وعلمني كيف تعمل المرأة هذه أشياء أنا ما أشي في الحياة وخلص شايفها قدامي وعندي أم وعندي أب الله يحفظهم يخليهم فعجيب عجيب سبحان الله عن رسالة هنا رسالة من أحد الإبناء يقول كم أحبك هو يقول لي أنت الشخص المكتوب لي هدية من رب السماء الحمد لله رغم وجوده ناس من قبل الحمد لله دائما وأبدا لهذه الهدية أبوي يا أغلى أب في قلبي يعني هذه رسالة من أبي هنا واحدة رسالة ثانية يقول صدقني أنا ابنك اللي ما خلفته أنا ابنك اللي ما خلفته وأنا من إيدك اليمين لإيدك اليساء ومن نية حياتي أكون فعلاً قريب منك وأخدمك وأكون سندك بالدنيا صدقني مو ناقصني بهذه الحياة إلا أني أحس أنه عندي أب مو ناقص ولا شيء موظف هو وشغال وكرسة مو ناقصني في هذه الحياة إلا أنه عندي أب يحتاجني مثل ما أحتاجه ويهتم فيني مثل ما أهتم فيه وأتمنى أنك تخليني أحس أنه علي واجبات كثيرة تجاعك يعني بغاني أكلفه بمهام يسوي لي ودي تعتمد علي بكل شيء وتحملني مسؤوليات كثيرة ودي عينك في الدنيا يعني هو يبغى شيء للأبناء اللي عندهم ممكن يتذمروا منه طلبات الأب أنك أنت لك فائدة أصلا أنه أحتاجك هذا الشيء هو يفتقده أنه في أحد يحتاجه هنا أغربوط وإبن ثاني يقول لما توصني رسالة يقول مني أنا وفيها كمية لطاقة تخليني أنسى تعب اليوم كله ربي يسعدك دنيا وآخرى يا أبو معتز نتعلم منكم من أخلاقك واسلوبك وشخصيتك الأكثر من رائعة الحمد لله على نعمة وجودك بحياتي ربي يخليك ليا يا أبوي كونه يعني الإبن هذا يعني نهاديك بكلمة أب وتشعر أنك أنت مليت له الفراق هذا وطبعا نفس الشيء على البنات يعني البنات اليوم كونه زوجتك زوجتي سيدة أنها خمسين سنة ستين سنة تهتم ببنت وتأخذها زواج تعلمها كيف تلبس تعلمها كيف تاكم زي ما قال أنا أعتقد تشعر بالحنان يعني يوم العيد دول الأولاد والبنات بعيدوا في الدار اللي واي يعني أنت لم تأخذهم يعيدوا معاك مع أولادك وشوف الناس كيف عاشك وفي في فراع في فراع عاطفي كبير عند هذه الفئة وأنا أعتقد أن دورنا في المجتمع نحنا نحن 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 نحب هذا الفراغ والفراغ دا ينعكس إيجابيا علينا نحن وأنا هذا دائما بقول للأخوان من زملائي يعني وأصحابي وكل ما أطرح الفكرة أمس يعني كان عندي ضيوف المزرعة أطرحت عليهم الكل أبدأ استعداد أنه هو يتآخى الأبناء هذو وهل في تسجيل طبعا في تسجيل في رابط موجود الآن الآن بنشتغل نبحث عن مدير عام الجمعية يعني أتقل في ثلاثة شهور تبدأ جمعية تمارس عملها طبعا ننشر الحلقة هذه قبل هذا الموعد بس يعني إذا مضى على هذه الحلقة ثلاثة شهور الرابط بيكون مجرد رأس إخوانك أمي هو يحط إخوانك أمي جمعية اسمها إخوانك خلاص فالرابط بيكون موجود في صندوق الوصف خدتنا في رحلة عجيبة والله رحلة عجيبة أه تكنت بدي تكلم عن دور المرأة أنا عندي أخت فاضلة بتعاون معي اسمها فاتنة اليافي أوكلت إليها مهمة أنه تتعامل مع الأبناء بدون وجودي أنا أبناء أيتام الغكور عشان ندخل المرأة في حياتهم وتعلمهم كيف تتعامل فبدت تتعامل مع المجموعة من حوالي يمكن 15 ابن وقربت منها مرة بشيء وصاروا يقولوا لها ماما فاتن وصارت تعزمهم عندها شالية في البحر وتعزمهم في محلات السمك الأفطري جدا وبعضهم اللهم رأت تزوروا فالحقيقة سوت نقلة نوعية في فهم الأبناء دول لدول المرأة وأن المرأة وهي كمان شعرت بسعادة وواحد من الأبناء توفى الله يلحمه كان عنده سلطان كانت والله فاتن يوميا تروح من شمال جدا إلى المستشفى الحرس تزور يوميا لما مات فاتن تأثرت بموته حتى الآن لما تتكلمها وتتذكر وتبكي فهذا شعوري شعورة جميلة شعرت أنه ذا الولد ابنها يعني هذا شعور مو ساتر يعني أو مو شعور إيجاد الرابط بين يعني دورنا نحن في الجمعية نوجد الرابط بينك وبين الطفل الابن ده وبين المرأة وبين البند بس الرابط ده هذا قوي وتحمق إلى هذه الدرجة أنه أقول لك فاتن تبكي إذا بس قلنا لأ اسم عبد السلام اسم عبد السلام وذكرته تبكي هذا عمل عظيم عمل عظيم عمل عظيم للطرفين العمل ده بيخدم الابن وأعتقد أنه بيخدم الشخص وطبعا فيه أجر 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 للشخص اللي بيقوم بالعمل أنا اليوم بديت أدخل الأولاد حتى في بيتي يعني مو اكتفيت إنه لا يعني يعني زوجتي اليوم قد يعني أولاد أولاد أكبر منه فبالتالي صاروا بعضهم مشكلة عزيم مع الغد مع زوجتي مع أولادي مع أفادي بيشعروا بيشعروا أنه يعني يعني أنا حضرت أقد قيران أحد الأبناء في القصين قال لي يا أبوي هو ما يقول لي يا أبوي قال لي أبوي اليوم عندي فرحتين فرحت أقد قيراني وفرحت مشاركته أنت تخيل أنه هذا الولد رايح يبي سيأخذ قيراني ويرح لوحده فأنا رحت وكان عندي أصدقاء في القصين مكلمته جو معنا فرحنا وواحد من أسدته في الدار فرحنا خمسة ستة سألنا عزوة لهذا الإبن وحضرنا عقد غيرانه من الأسر الفاضل قبل التزوجه بعدين ونحن خارجين قال لي ترى يمة نقصد الزوج ترى يمة كلمتني وبركت لي الله عزها بالخير هذا شعور هذا شعور يعني أنا أتقد نحن واجبنا واجبنا كمجتمع أنه نتعاطف مع هذه الفئة ونخدم أنه أرجع أقول أنه ما لم ذنبي يعني والحقيقة أولاد والله زي الورد يعني ناس يعني يتقبلوا الخير والحبة وأنه ما تنظر بنظرة الشفقة لهم لا تنظر نظرة أنك تساعدوا وحيانا نكون قاسع عليهم ما دائما والله دلعهم يعني وحيانا أنا واحد منهم هطلت بلوك ثلاثة شوق أمس والله فكيت إلى أنت لازم توجهه يعني زي بابنك توجهه التوجيه الصحيح وتشعر بالفراغ بس دي ايش سوى يعني استدعى البلوك تصرف تصرف خطأ يعني زلت عليه وحطيته بلوك وهو أتبهد ما أتبهد يعني أتبهد العطفية يعني في الثلاثة شوق إلىين رديته أمس أمس رديته ويعني كان سعيد واليوم أرسلي رسالة في الصباح فيعني مو دائما أنا أقول أنه العلاقة بتكون اتجاهها كله إيجابي وحب وهذا في قصوة حتى أنت بتعلمه وتوجهه هذا يعني الأقطاب الطبيعية لأي علاقة فيك أنا أتشافطة زايدة أكيد أنه بيطل أسألها كثير من القصوة حتى يصير تصحي مساره وإنت بتصحي مسار الإبن هذا العمل الخيري والإنساني والقصص الجميلة جميلة طبعا بس أشعر أن تجربتكم في الوداد أنها أيضا مؤسسية وأيضا محوكمة وأيضا فيها موظفين فإيش سر استدامة العمل الخيري من تجربتكم شوفوا العمل المسؤولية الاجتماعية في المملكة الحقيقة فيها قصور قصور والمساهمة في مساهمة القطاع الغير ربعي في الناتج القومي في المملكة أقل من 1% وهذا شيء موصحي المعدل العالمي 5% والرؤية الرؤية الحقيقة هذا عمل عظيم أنك أمير محمد المسلمان حدد مجموعة أهداف وأنه لازم نوصل لهذا الرؤية قالت أنه لابد نرفع الناتج القومي من العمل الغير ربحي إلى 5% من أقل 1% إلى 5% الفجوة كبيرة كبيرة جدا فالآن الحقيقة وزارة الموارد تشتغل للنهار على أنه كيف نحن نشجع القطاع العام أو القطاع الغير ربحي أو المواطنين أو المجتمع أنه يساهم مساهمة فاعلة في العمال الخيرية طبعاً ديننا دائماً يحص يعني أنت عندك الدين كل التوصيات في الدين الإسلامي هي نحو المسؤولية الاجتماعية إماطة الأذى عن الطريق صدق تبسمك في وجه أخيك صدق هذا كله إفطار صاهم صدق يعني ديننا دائماً يحصنا على العمل الاجتماعي ونعتقد الآن التوجه أنه نرفع المعدل فاليوم الهاجس عند وزارة الموارد المشرية أنه يزيد عدد الجمعيات واليوم الهاجس عند الوزارة أنه الجمعيات القائمة تصير أفضل وأنه يصير العمل تخصص وهذه نقطة مر مهم يعني الجمعيات أنا سميها سلطة تسوي كل شيء اليوم ما لها مجال اليوم لابد أن يكون عندنا جمعيات المعوقين جمعيات للمكفوفين جمعيات للصم جمعيات للوداد جمعيات للمسنين جمعيات المرضى يعني اليوم العمل وحتى المرضى جمعية الجمعية الكبد الوبائي يعني حتى داخل المرض يكون فيه تخصصات حتى تؤدي لخدمة بطريقة احترافية يعني أنا اليوم يجيني يتيم معروف الأب والأم وبا في الوداد معروف الأب والأم ما يتيكم أنا الرجل أو جمعياتنا متخصصة في طفل مشهول أبوي فخلاص هذا تخصصنا وخليه نبدأ في هذا لأنه هذا المجال وهذا المجال وآلية تعمل مختلفة ومشاكل مختلفة وحلو المختلفة فأنا أقول زي أنت لما تقول مريض وكبد وباي هذا مختلف احتياجات وعن هذا فأنت خليك متخصص أو كفيف وأصم وأبكم وهذا احتياجات ومختلفة فأنا أقول العمل اليوم يعني الجهود الجبارة التي تبذلها الوزارة في مجال تأسيس الجمعيات تصحيح مسار الجمعيات السابقة التخصص وفتح مجالات جديدة يعني أنا أقول كمان برضو دائما أقول أنه نحن يريد أن نعيد خارط الطريق نحو المسؤولية الاجتماعية يعني نركز على الأشياء نضع أولويات يعني أنا مثلا أقول إفطار صايف ونصرف فيه مبالغ خيالية قد ممكن المبالغ دي لو تحول جزء منها إلى أعمال نحن في أمسل حاجة لها ممكن يكون أفضل فبغلنا نعيد خارطة الأولويات في الأمل الخيري جميل يعني أشعر أنه إحنا في جيلين هنا جالسين أمام بعض وعندنا إحنا نظرة ترى عن جيلكم يعني أنت لما تقولين أنك سويت شركة الآن فيها مئات الملايين وكذا أحس أنه شي فات على جيلنا يعني كانت كان كل شي مختلف في وقتكم وبعدين ما شاء الله خلصت هذه وروح تسوها الجمعية وكذا فأي شي يجي في بالك لما تشوف جيلنا أيش تحس ودك تقول لنا وأنا أختلف معك أنا أقول أنه الفرص دائما موجودة جيلنا عانى أكثر من جيلكم يعني أنا جيلي أنا مصر فقيرة يعني أتذكر أنا الدكتور قال لي لازم راكب نظار بنظر أبويا ما كان عنده فلوس يشتري نظار إلا سواء أبويا أنه راح المدرس أنا قالوا أنه من الصف الرابع أو الأخير في الفصل لحطوني أول طاولة فجيلنا عانى أكثر بكثير من جيله عانى يعني أنت لو تأخذ سيرة رجال العمال الكبار في المملكة مثلا الشيخ صالح كامل إيش صالح كامل كان أسرة فقيرة الشخص سليمان عليان الرواجة الشخص سليمان راجحي شخصيا أنا أنا حكاني شخصيا إنه كان يشتغل حمال في الحلقة حكاني قصة هو حكاني يا شخص سليمان إنه مر رشال في الحلقة بالزنبيل الزنبيل هذا عرفه اللي هو خسف يشيله يعني فقال إنه الرجل اشترى لحمة ولما وصل البيت وصل له لحمة نزل دم على ثوب فالسيدة شافته يعني ولد غلبان فقالت له يا بلايدي خلينا أغسلك ثوبة فقال يا خال فصخ ثوبي يعني يصير عريان يعني ما بدي أكو سبيل تغسل ومثين شخ أعطيني ربع ريال أنا أغسل فيقول أعطتني ربع ريال وكنت سعيد يقول بالربع ريال هذا الشخص الراج إلا اليوم عنده بنك الراج ويمكن اليوم أكبر مليار الوزير البترول النعيمي صالح النعيمي صالح عبد الله الله ما أنا مذكر المهم يقول أنا أول مرة ألبس حذاء حذاء كان يمشي حفيان وأنا عمري سبعة سنين ويقول أنت أشيل وإلى أن أوصل للمدرسة وألبسه قبل المدرسة فتصور الجيل أنا أعتقد جيل عانى وقد يكون معاناته السبب في نجاح فالجيل ده تعب ومع مؤمن وكان مرتاح ما حقق النجاح هذا إلا من معاناة معاناة ما يسابق وجيل أنا كيف تشوف أنا أعتقد الجيل اليوم متعلم كويس يعني اليوم جي لكم وجيل أبنائي متعلم كويس معظمكم درس بر لغة أجلزية ممتازة بيستخدم تقنية الكمبيوتر إلا جيل أنا ضعيف فيها فأنا أعتقد الفرصة اليوم لجي لكم بالتأكيد أفضل بكثير من الفرصة يعني ما حتمر بنفس المعاناة أنه والله ما يكون عندك نظارة ولا ما يكون أنا رابعة جامعة رابعة جامعة والله العظيم فتح في الرياض شارع الوزير تنتقي في رايتشكي فكرت أدخل وأنا رابعة جامعة فكرت أدخل أكل وجبة شفت أول فلوس لقيت ما عندي هي على الوجبة بعشر ريال ما عندي عشر ريال اليوم طفل عمره سبع سنين سبع سنين في المدرسة بالتأكيد عنده خمسة ريال في جيم مضبوط أو لا أنا رابعة جامعة ما عندي عشر ريال في جيم أنا كنت أركب كانت الجامعة تعطيني أنت بتفتح لي الجامعة كانت تعطيني تذكرة مرة في السنة مية وعشرين ريال قيمتها من الرياض للطايف أبيع التذكرة بثمانين لأنه أبيع الواحد الثاني بيستخدمها وأركب بثلاثين ريال عشان أوفر خمسين ريال وأركب من الرياض للطايف اثناشر ساعة في السيارة ولا له يمكيف ولا شيء عشان كل في السنة أوفر خمسين ريال فجيلنا الحقيقة أنا أعتقد جيل التعب وما حق النجاح بسهولة فرصتكم اليوم فرصة أكبر لكن أنا دايما أحاول أنصح الشباب بدوا أحط أشياء الشباب إنه كيف ينجح الفرصة كبيرة أمامنا متاحة لأنه متعلم صاح بدوا يخطط يعني أنا أعتقد أنت اليوم تبع تروح نيويورك تبع تروح نيويورك منا لنيويورك بدك تخطط كيف تروح نيويورك بدك تجد تذكرة بتبع تروح بالطيارة بتروح في السيارة تروح بالباخرة تروح ماشي فلازم يكون في تخطير طيب بدي روح بالطيارة اي طيارة بدي ركب اي خطوط هذي ولا هذي اي سعر حسب البدجت اللي عندي فبالتالي طيب انا عندي كابتن صديقي يقول لي لو انا رايح من هنا النيويورك وانحرفت في كل ميل في السماء واحد ملي واحد ملي في كل ميل طيب ما حنزلش مطنير صح والواحد ملي على عشر الاف ميل حيفرقه فما حنزلش مطنير فبالتالي انا تجد التخطيط مهم جدا انه الشاب يخطط اتنين يشوف قدراته ايش يعني كمان لازم نفرق بين الرغبة والقدرة يعني انا ارغى بسير بس انا ما عندي القدرة يعني انا بسير طيار بس نظري ضعيف هذه رغبة وقدرة اشوف الشيء اللي يحبه يعني مثلا اليوم ميسي ايش بيسوي قول لي كورا ايش يسوي بيلعب بيلعب مصبوط واحد بيلعب بيدخل ملايين بيلعب انت بيقول لي بيلعب طيب محمد عبدو ايش يسوي بيغني بيغني بس بيدخل ملايين فانت تشوف المجال اللي انت تقدر تبدأ فيه وهذه نقطة مهمة انا والله كثير من الشباب في الثانوية اسألوا هتدر هتشتغل ايش هتروح الجامعة فيهن ما عادروا كلام صحيح تفكر من ثانية ثانوية واهله كمان انا تقل فيه مسؤولية على اهل يشوفوا تروح طيب ليش ايش مزايا الطيب ايش غيوب الطيب هندسة ايش ويش الطيب حتى الطيب اليوم عندك مية تخصص في الطيب فبالتالي لابد الشباب يعني التخطيط اختيار التخصص اختيار المجال اللي كمان يحبوا حتى يدر يشتغل فيه ويكون فيه عزيمة ما فيه عندما يقول لك الحظ ما فيه طير يشيلك ويحطك على راس جبل ما فيه ما فيه بدك تبذل بدك كمان صحيح فيه حظ الحظ فرص تجيك بس لازل تكون مستعد للفرصة اذا ما كنت مستعد للفرصة تجي الفرصة تدق بابك وانت ما انت مستعد راح تلغيرك صح؟ فهنا نقطة مهمة الاستعداد انك تكون انت مستعد انا دايما يعني الشباب اسوي لهم هذا الديقرام اللي هو اقول له يعني انت هذا مبنى هذا مبنى شعبي الارضية حقته اي كلام بدك تسوي الاساس اذا ما سويت اساس لك قوي تبغى راتب خمسين الف بدك هذا الاساس حقك ممكن ممكن يعني فيه موظفين اليوم بياخدوا ميتين وميتين وخمسين وخمسمائة الف الشهر ممكن ما فيه شيء انا انصح الشباب برضو الخروج من من الاحباط يعني اقابل شباب محبطين والبلد وعم البلد فيها خيم احمد ربك انت عايش وانت في غيرك ما انا والله يعني عندي عمل في السودان القى ناس حوالين المشروع مو ساكن في خيمة ساكن في مشروع خيمة مو خيمة مشروع خيمة يعني جزء بطانية وجزء قلع وجزء فاليوم يعني عندك بلد فيه خير فيه تعليم فيه صحة فيه وعندك امكانيات بس اخرج من من المود حق الاحباط اللي انت فيه وحاطت نفسك فيه لو نشوف العظماء يعني مثلا هذا الاسس البنك العربي عبد الحميد شومان هذا رجل ضرب ومدرس في المدرسة وراح لأمه قال له ما اروح للمدرسة ثانية حس انه مضلوب طب أمه قاعد في البيت ايسا وقالت له فيه جبل يكسروا حجارة ارسلته يشتغل عامل سار يشيل الحجار وولد عمره 12-13 سنة ويحطهم في السيارة حامل يعني حامل وفكر انه هذا المعيشة ايش هيساو فيه تسمع انه فيه ناس يهاجروا امريكا وبدأ يوفر يوفر جامعة قيمة التذكرة بالباخرة اظن سبعين دولار ذاك الزمان وراح امريكا والان مؤسس ملياردير مؤسس مؤسس البنك العربي في العالم طيب هذا انه متكلم على النعيم اللي هو نقول وزير هذا الرجل يعني ما كان متعلم كان يشتغل مراسل ويقول هو يقول انه مرة سأله واحد من الامريكان قال له ايش طموحك وقال له طموحي عدير الشركة فشأ استغرب من هذا الطموح وارسله جامعة الامريكية بيروت ودرس وصار رئيس ارامكو وبعدين صار وزير بيترو الشخص الامان علي كان يشتغل مراسل في ارامكو وصار رجل اعمال من اكبر رجال الامان ولكن في وقتكم البلد بتبنى المؤسسات بتبنى هل الان المشارة البلد الاقتصاد وصل للمرحلة ناضجة حس المؤسسات العامة موجودة خدمة العامة موجودة التجارة موجودة هل لسه في مجال في مجال كبير اكبر من يعني ما تفهم اللي يقول خلاص انتو بنت البلد لا لا بلعس ايش المجال الموجود في اكبر اليوم مجال ان كنت تشغل موظف براتب عالي وتنتقل من الوضع يعني ما انصح انه الشاب من الجامعة يروح يسوي مشروب انا ضد هذا التوجه انا اقول الشاب يجب ان يعمل قليل خمسة لعشرة سنوات تسيب خبرة ثم يفكر في انه واليوم المجالات يعني يا اخي فيه شباب بسيطين سووا مواقع في التواصل الاجتماعي وحققوا ملايين يعني هذه فكرة كريم وفكرة اوبر وفكرة كلها فكرة بسيطة فاليوم الفرص واسع متاحة من يكون فيه ارجع زي ما اقول تخطيط فيه اصرار على النجاح فيه جهد ابني نفسي مو انه تمتجين الفرصة انا والله والله داك الوقت بدي روح يدرس انجليزي الانجليزية اللغة مهمة انك تقرأ سير الناشحين شوف الناشحين عندك يا اخي ستيف جوب ستيف جوبز اللي سوى ايفون مو مجهول ابوين ايش هو رجال مجهول ابوين وصار ملياردير يعني فاليوم انا اعتقد الفرص متاحة طيب اليوم لو اخدنا امريكا اللي هي وصلت لقمة التكنولوجيا وكل شيء ما فيها فرص فيها فرص فيها فرص كل يوم تتطلع عن مشروع جديد في امريكا وفكرة جديدة وبتنطرح وبتنجح وبتتعمم على مستوى الله يا رجل هذا البيبسي ايش هو ايش هو بيبسي مشروب وموية وسكر ومادة انا كنت في قرية في اليمن والله العظيم كنت في قرية في اليمن ماشي بالسيارة وقفت عند دكان دكان صغير يعني ما فيه الدكان ده ما فيه خمسين ايتم خمسين بنت يعني اساسيات ممكن كبريد صلصة يعني شيء رجلت بيبسي عنده كيف استطاعوا الناس هذول يسوقوا البيبسي هذا ويوصل لكل العالم لقرية في قرية اليمن وهو مو اساسي من اساسيات الحياة في اليوم التسويق الحديث الفكرة الجديد السوشال ميديا الكمبيوتر التواصل الانترنت هذي كلها اليوم بتفتح لك افاق غير محدود لانك انت تفكر المهم يكون عندك عزيمة اصرار ويكون عندك اساس كمان قوي وتشتغل على نفسك انا انصح الشباب اشتغل على نفسك يا اخي اول شي ابدأ بنفسك اشتغل على نفسك واخرج من المود يعني انا اقول الله احيان اروح بابل الجلسات اللي اشتكي من الكهرباء ولا اشتكي من الدفاع المدني ومن الشوارع طب يا اخي انت ايش سوين انت ايش قدمت انا مرة كنا في العيد الوطني حفلة كده قلت انا اتمنى من العيد الوطني لعيد الوطني كل واحد يسأل نفسه انا في السنة دي ايش قدمت البلاء حجر في الطريق شلته حطيته بس انا انسأل مئة واحد انت في السنة دي كله من اول سنة في حجر شلته من الطريق وحطيته انا في الطريق البيت عندنا في حفرة هم المتاز دايما الحفرة دي تكلم صاحبك صالحة تركيس طيب الحفرة دي لما نسديناها كلفتها خمسة ريال كيس اسمند وشوية بطحة خمسة ريال سدها انتعت المشكلة اعرف يعني في ظاهرة مي صحية انه نحن نبغى الحكومة تسوي كل شيء والشكوى مو صحي مو صحي انا اقول اشتغل يعني زي ما اتفضلت قبل شوية الوداد طيب يا اخي انت اذا بتنتقد الوداد طيب انت يسوي اديني اديني حل بديل قولوا انا عندي حل بديل كده 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 افضل من الوداد اهلا وصالا نقفل الوداد وناخد من الحل البديل الحق كميل انا برجع للورقة فانا ما قريت منها حتى جوالي اللي في الاعداد ما فتحته يعني اشعر ان اللقاء كان اجمل كده بافويته فهذا الحمد لله انت سويت لدائر رائع جدا دائر بس خلصنا اللقاء بالدائرة ممكن اجمل من لو قاعدنا نقرأ في الاعداد فممتنم الله على وقتك واشكرك صراحا من كل قلبي يعني انا احب في مربع دائما اللقاءات اللي تكون يعني شخصية وانسانية وتجربتك ما شاء الله عريقة جدا الشخصية اللي مليئة بالانسانية فاشكرك والله شاء الله والله يسلم انا سعيد وسعيد جدا خليتني عبر بدون دائرة يعبر عن جواية وسامحوني اذا انا خرجت عن الخط او كانت القصص بعضها يعني عفوي غير مدروس واتمنى ان شاء الله ان نلتقي واتمنى ان الناس يستفيد من اللقاء يعني انا لما قلتلك لما اتعرضت علي اللقاء قلتلك اذا وجودي يكون مفيد انا مستعد اكون متواجد في اي مكان ان الناس يستفيد من اللقائي وبالذات بالذات الشباب انا دائما حتى الشباب من الايتام من الايتامات احب دائما اجلس معاهم وارطيهم فكرة عن تجربتي ومستعد اتساعد اي واحد وترى انا برضو الى اليوم يعني اقول الناس اللي يشوفوا اللقاء انا مستعد مكتم مفتوح وعطيك جواني يسعدني اي شخص يحب يقابلني عشان اساعده في التوجيه في ايش يسوي ايش يدرس ايش يخطط عنده مشكلة نقدر نتجاوز احيانا الحلول تكون بسيطة جدا يعني احيان الشخص اللي غرقان في مشكلة قد يكون حلة يعني بسيط انا مرة قاملت احد الاخوان في رمضان كنت معزوم على فطور وبعدنا صلينا في المسجد فاسألت شخص لقيته يطلب مساعدة اخدته كده على جانب وقلت له ايش يحل مشاكلك كلها كلا يعني تخيلت انا الراجل هيقول خمسين الف ولا مية الف قل لي خمس ميت ريال صور واحد مشاكله كلها خمس ميت ريال احيانا قد يكون مشكلة الشخص بسيطة وحلها بسيط يعني بس هو نايم سهران قايم قاعد والشايل الهم ومو قادر يحلها وقد يكون الحل بسيط جدا يعني بسيط جدا فانا ارحب اي انسان اسمع عني ياخد رأيي بالتلفون يزورني في المكتب هذا دوري اليوم دوري واجبي انه انا انقل خبرتي الاخرين بقدر المستطاع واني اساعد الاخرين بقدرهم وبالذات جيل الشباب اللي انا توسم فيه الخير وارجع اقول ان الفرصة امامكم اكبر بكثير بكثير من الفرصة اللي جي لنا لانه زي ما تكلمنا قبل شوية فيه فرص كبيرة متاحة وشباب زي الورد اتمنى لهم التوفيق شكرا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لعبد الكريم العدواني في اعداد هذه الحلقة في التصوير نايف شار وفي التحرير ريان بكيل وجميل عبدالأحل في التسجيل الصوتي خلود حلبي والهندسة الصوتية محمد الحسن وفي الانتاج ايمان خالد ورزاند هيثم وإلى ان نلقاكم اسبوع المقبل بإذن الله كونوا بخير